السلام عليكم بسم الله أنا اسمي حبيب تومي رحب بكم تمنيت أنه يكون اللقاء مباشر لأنه أساس الإعلام هو التواصل المباشر بس حكم الظروف اللي احنا فيها بالطبع تتفهموا الوضع هذا في نفس الوقت كورونا مو كلها مشاكل لأنه عطتنا فرصة أنه نقدر نتكلم بعض أونلاين ونستفيد من بعض بتكون هذه محاضرة وأكثر من المحاضرة بتكون تشات بيني وبينكم إذا فيه أي معلومة أي شيء بنستفيد من بعض ونتعلم من بعض نقول لكم للأراءة اللي بتكون هنا اللي بذكرها في هذا الحديث معاكم بتكون كلها شخصية وتمثلني أنا فقط وهي صفة عامة خلاصة تقريبا 38 سنة في الإعلام وليحين ما زلت أتعلم منكم ومن غيركم وهذا الإعلام يعني حتى لما نشوف العنوان اللي حاطوا التعامل مع الإعلام كلمة التعامل سهلة ما فيها شيء بس الإعلام أنا بعد تقريبا 40 سنة لحين نحب نتعلم لحين معارف شو الإعلام لأن الإعلام يتغير خاصة لما نشوف الجيل الجديد والأفكار الجديدة نشوف للإعلام تغيرات جذرية ولذلك لازم إذا نحب نعيش مع الإعلام لازم نتفاعل معها ونفهمها والشيء عساس نختار نتفاعل معها وفي أي وقت عندكم أي سؤال أي ملاحظة ممكن تكتبه أو تأشره والجماعة الفنيين إن شاء الله بيوصلوا لي المعلومة ونتواصل مضاعف الخبر أو الصورة أو الحدث هو تأويل شخصي للواقع والأفكار والإحساس يعني أحين أنا حطيت قدامكم مثال صورة الكعبة الشريفة كعبة الشريفة كل واحد فينا لما يشوف الصورة هذه ولا يشوف الكعبة بطبع عنده تأويل خاص يعني إذا يومياً تقريباً في الأيام العادية فيه مئة ألف معتمر أعرفوا أنه مئة ألف معتمر هادم عندهم مئة ألف فكرة مختلفة أو رأي أو إحساس عن الكعبة يش يتمثل الكعبة بالنسبة لهم وبالطبع الناس اللي يطالعون في التلفزيون ولذلك صورة واحدة للكعبة هي واحدة بس الصورة هي نفسها لكن عندنا مئات الألاف إذا ما قلنا ملايين من التأويلات المختلفة ولذلك فيه من يبكي فيه من يفرح فيه مثل الظهول كل واحد يبين هذا يبين أنه الحدث مهما كان أو الصورة أو الخبر ديماً فيه تأويل ذاتي وأنه يتغير من شخص إلى آخر كمثال نعطيكم الكلمة هذه ثلاثة حروف بس نقدر كل واحد فيكم يقراها من نوع غير في عدة أمثلة بالطبع المشكلة لأنه نحن ما نتكلم بصفة مباشرة ما نقدرش هذه بس أنتم تشوفون هذه كلمة بسيطة بس كل واحد يأولها بطريقته الخاصة مثال الجائع بيقراها خبز الصحفي بيقراها خبر الخطاط بيقراها بمثال حبر الخياط بيقراها جينز إذا يفكر بالإنجليزي طيب القلب بيقراها خير والمكسور بيقراها جبر يعني كل شخص يشوفها طريقة مختلفة نفس الشيء لو نكتب أنا حين نعطيكم كلمة أخضر فيكم بعضهم وفي تأويلات كثيرة شنو الأخضر فيه الأخضر بالنسبة اللي هو عالم السعودية فيه الأخضر هو لا ما نقول أحنا كلمة أخضر يبادروا يذهنوا أشياء تختلف عن الثانين ومو فيه شيء اسمه صح أو شيء فيه طلط نفس الشيء في التأويل الإعلامي من كم يوم صار هجوم بالصلاح الأبيض في باريس كل إنسان شاف هذه الطريقة اللي هو يأولها على كيفه ولذلك ردود الفعل كان مختلفة وزير داخلية فرنسا قال هذا يحرب ضد الإرهاب الإسلامي بينما قال يلزمنا أحنا نحن نحن حرب ضد الإرهاب الإسلامي معارضون لرئيس ماكرون فرنسي قالك لا لازم نسوي إصلاحات على جميع المستويات حزب اليمين قال لا لازم نراجع سياسة الهجرة المحافظون قالك لا يلزم أن نطر جميع المسلمين من فرنسا المتشمتين قالك لا شارلي هابدو هي السببب هي البداية هي اللي بدأت بالموضوع اليساريون قالك لا هذا هو جمع العلمانية ولذلك أحنا لازم يعرف الجميع أن العلمانية في فرنسا غير قابلة للنقاش ولذلك كل واحد عنده تأويله الخاص نفس الشيء لما صار المحافظة المناظرة بين ترامب وجو بايدن بايدن في اللحظات قال كلمة إن شاء الله ما أدري إذا تابعتوها والله المهم قال كلمة إن شاء الله لأن المحاور سأل السؤال للرئيس الأمريكي قالوا دفعت ملايين من دولارات كذرائب ترامب قال نعم دفعت لكن جو بايدن قالوا قاطع ترامب وقالوا متى إن شاء الله هني كلمة إن شاء الله بيصير عدة تأويلات فيه اللي يقول أنه يعني مفروض ما يستعملش الكلمة هذه فيه اللي قال لا لذلك كلمة إن شاء الله لما استعملها جو بايدن أمريكي صار فيه أنه فيه أمل في حدوث شيء متوقع فيه بايدن يقعد بعنتها أصبح مسلم بما أنه يستعمل كلمة إن شاء الله فيه من قال لا بايدن يصخر من المسلمين يعني هذه عنصرية ضد المسلمين يتطنمس بالاستعمال العادي الشعبي فيه من يقول لا هذي نستعمل كلمة إن شاء الله على أساس نبير أنها تأخير على المواعيد والقرارات فيه أنه لن يحدث أبدا وفيه أنه يعني توصيف الشخص الذي لم يفيه بوعده هذا ليش يستعمل كلمة إن شاء الله ولذلك كلمة وعدة هي نفسها لكن كل واحد أولها بطريقة غير نفس الشيء لما صار مع نشر رسوم المسيئة أحنا نشايفينها مسيئة الرأي الغربي لا يختلف ومعنا نعذرهم أو نقول لا أنتم تصرفكم صحيح لا لكن فيه ولاد دايما تختلف يعني أنا مثال الجريدة الدنماركية لأن نشرتها بس بالنسبة ليهم عادي أنا شخصيا قابلت مع صحفية متشتغل مع الجريدة هذه وقلت اللي وحكيت معها عن الموضوع تفسيرها أنه كيف نسمح لنفسنا أنه واحد جالس في دولة مسلمة من باكستان إلى المغرب مثلا يقولنا من حقك تنزل يصحلك تنزل الرسوم المسيئة المسيئة هي الرسوم أو لا قد أحنا أحرار في جريدتنا ننزل الخبر اللي أحنا نبيه ما يحتاج وما يلزمش وما يفرضش علينا أي واحد من البرة رأيه أنه لا نزل أو ما ننزل ما لا حق ولذلك هم بالنسبة لي هم يعني وجد نظر مختلفة وهنا أحنا كمسلمين بالطبع وإحنا الإعلام ليش الإعلام يصبح مهم أنه لازم تكون لدينا طريقة ذكية للتعامل معها لازم نعرف كيف تكون عنها سعة الصدر طبعا ندين هذا الذي يصير لكن لازم نحسن التصرف معها يعني مثال الشيخ القطان في خطبة الجمعة وكم واحد لما قالوا رد عليهم طريقة أخرى تبين خصال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا الكلام الصحيح فسنك تزعل وتحرق وتسب وتشتم الكل في الأخير هذا ما بيوصل لأي نتيجة وعلى فكرة مو بس أحنا اللي دايما يعني عندنا إشكالية في اختلاف الوجهات النظارة والقيم هم دايما عندهم بعض نفس الشي كم واحد أمريكي تحكي معاه يقول لك why do they hate us بالنسبة لهم أحنا نكرههم ما يشوفهاش إطار ثاني بالنسبة لأه ولا ولذلك كنتم مسلمين هو بتفكير بعض منهم بالطبع وأكيد نطلب البعض أنه مسلم الشرق الأوسط عايشين خارج إطار الزمن وهذا اللي يشكر هنا أحنا عايشين في الزمن ومستفيدين بالزمن ونفيد في غير نا بالزمن لكن هم they hate us على الأشياء هذي هم عايشين خارج إطار الزمن هذي وجهة نظرهم بس ما يحتاج كل مرة ندش في هوشة معه مثال في الإعلام علش الشيء هذا يصبح مهم خبر السعودية فارحة السعودية وكانتنبها السعودية نزل خبر إرادات قطاع السياحة السعودية 211 مليار ريال يعني الرقم رهيب كبير 56 مليار دولار سنة 2018 وبالطبع السعودية متوقعة أو أي واحد فيها متوقعة يعني العالم بيهتم بالرقم هذا ورقم مميز وبيعطيه يعني يهتم فيه لكن اهتمام الغرب كان أكثر شيء في نفس الخبر أن السعودية الأجنبيات غير مرزمات بارتداء العباد وهنا تشوفوا الفرق يعني في القيام أحنا عنا قيم وهم عندهم قيم مختلفة ولذلك لازم نؤمن أنه قيم مختلفة ممعنى أحنا أحسن أو هم أحسن أحنا على حقهم غلطانين وكل ما ندخلش في التفاصيل هذه كل ما في الأمر أنه أحنا لازم نعرف أنه فيه قيم مختلفة ونتجاوب معها نتعامل معها لا نقدر نرفضها بالكامل ولا نقدر نقبلها بالكامل بس لازم نعرف كيف نتعامل مع قيم هذه المختلفة لذلك قيم واهتمامات الإعلام العربي والعالمي مختلفة جدا من البداية من البداية يعني أنا أول شيء لما نقول إعلام العربي ترى نستعمل فيه معنى واسع جدا للكلمة لأنه أنا أصلي من تونس ولذلك شفت المغرب العربي والإعلام في المغرب العربي وشفت الإعلام في الشف المشرق والحياة وكل ولذلك فيه فروقات كبيرة ولذلك كلمة الإعلام العربي مو صحيحة يعني صحيحة لغويا بس مو صحيحة لأنه فيه فروقات مهما كانت احنا ما نحب نبين كعرب ما فيش اختلافات بينها لكن فيه اختلافات ولذلك لذلك الإعلام العربي يختلف جدا في القيام والاهتمامات عن الإعلام الغربي ولذلك فيه بعض القيام اللي احنا نتقاسمها معهم مثل احنا لما نطبع إلا الأخبار المناسبة للطباعة ولذلك ما تشوفش فيها الصور خليعة أو أي شيء اللي احنا ما نزلها في جريتنا العربية يعني فيه أشياء نتقاسمين معهم بس مو بضرورة بيكونوا عندنا نفس الاهتمامات أو نفس القيام اللي اتحركنا أنا بزلكم سؤال بسيط عحيان حطوه في بالكم لو أنت جاتك فرصة لتسأل وزير خارجية المملكة العربية السعودية سؤالا شنو السؤال اللي بتسأل وزير خارجية المملكة العربية السعودية بنجي بعد لنواصل على هذا الموضوع زين نبدأ اللي همناك بالبداية في الوعي الإعلامي اللي لازم يكون عند في كل شخص فينا أول شيء التعددية الإعلامية وحق الاختلاف وعدم الإنسياق وراء المشاعر أي واحد يحب ينجح إعلاميا أنه ما تكونش أنت عندك قدرة للتفكير وقدرة للنقد وقدرة للتحلية قدرة على التحليل وقدرة على النقد وعالتفكير عسى تكون إعلامي حتى لو تحلل جميع الرسائل الإعلامية وعندك قدرة على قراءة الطبقات المتعددة اللاييرزات المختلفين في كل خبر وفي كل أي شيء يعني مو كل شيء مثل ما يبين دايما فيه اللاييرز بين السطور والسطور هذه لكن أنت لازم في حقائق معلومات لازم تكون عارفة لازم تكون فهمها مو أنت يعني صحفك كل لازم يكون يعرف كيف يتصرف معها أنت يعني فرضا الوعي بتاعك كيف تتصرف لو يجيك شخص في الشغل ويقول لك أنت مثال فلان أو فلانة تقول عنك هالكلام هذا تسمع ما تسمع تواصل متى تواصل هذا التصرف أنت لما زميل في العمل مثالي سي إليك شنون يتسوي تواجهوا تتجاهلوا هذا مفتياراتك نفس الشيء في الإعلام ولذلك إذا واحد يجي وينتقد العمل لنتاعك أنت وردت فعلك تكون حسب القيام اللي عندك أنت في الإعلام نفس الشيء لازم تكون أنك ما تنسقش وراء المشاعر لازم تكون تفهم أنه في غيرك عنده حق الاختلاف من حقه وأنه ينتقلك إذا هو مو مرتاح لكن لازم يبين الأسباب عساس ما يصير تهاجم على الشخص ولذلك أهم شيء لما نحكي عن الاختلاف في القيم أنه لازم يكون عنا وعي إعلامي عساس يكون تصرفنا دائما عقلاني يقبل النقاش وهم شيء ما يطيحش في موضوع الاستفزاز لأنه اللي ورطنا أكثر شيء هو الاستفزاز والغرب فاهم هذه الفكرة التي لدينا كعرب وكموسيقين في عام أنه لسوء الحظ نستفز بسهولة ويكون ردة الفعل دائما عقلانية وهو يبني كثير من الأمور على ردة الفعل وهذه إشكالية اللي موجودة ولاحظتها مثال حتى في الأيام الأخيرة موضوع توقيع الاتفاق على دعم السلام بين بحرين وإسرائيل شوفوا ردة الفعل الاستفزاز السبب ولكل ما فيش واحد شيء قال لحظة ليش وليش وتناقش وتفسرون أو لا مباشرة يصير الهجوء ولذلك يعني كل إنسان اللي يتعامل مع الإعلام خاصة الإعلام الغربية لازم يعرف كيف يكون في نفسه عنده سلف كنترول هذا لازم تكون عندك تكون دربت نفسك على عدم ردة الفعل الآنية لذلك هني وانتكسب القوة وبطبع لما نحط هذا في السياق الإسلام عارفين أنه لازم ما تغضب لا تغضب بسرعة لا تغضب لا تغضب لأنك عارفين يعني إذا واحد صار زعلان يجسي التصرف ما يقدر يحسن التصرف ولذلك لازم نتعلم في هذه كيف نتصرف يعني نعطيكم مثال بالطبع من القرآن بالنسبة لي القرآن هو أكثر مصدر بتاع معلومات وأشياء اللي تكون الشخص هو في القرآن خذ القصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عن أمره يعني لما بدأ يحكي ويجاد ويناقش ما مش ها وشو سب وكل بس بتاخد تشفي في نقاش يعني قيم كانت قيم اللي أحنا ديوم سميها قيم إعلامية أنك لما تحكي مع الشخص بتناعش يعني لما قالوا أنا وميد نفس الشي سيدنا إبراهيم انتقل إلى فكرة تكون أصعب فكرة فيها عقل فيها تفكير فيها أنه شغل مخو على قبلتنا وهذا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يفاتي بها من المغرب وبالطبع نهو إنفاس يعني فباهد الذي كفر ولذلك يعني دايما أحنا لازم منطح الاستفزاز الإشكالية حاليا اللي لدينا في الإعلام العربي وغير العربي أنه لدينا برامج حوارية تلفزيونية مبنية على الاستفزاز والمشكل أنه كم واحد يروح ويحب يشارك ويظل نفسه أنه يقدر يقدر يتكلم يقدر يجادر يقدر يناقش يقدر يشرح لكن فيه استفزاز قوي جدا يخليه يضيع وينتقل من شخص عادي عقلاني إلى شخص يعني هجومي وشفتوا كم أمثلة نحن مو المجال هني عسيس نعطي الأمثلة هذه بس هذي برامج مبنية على أنها تستفز الشخص لأنه بالنسبة لهم مو بس موجودة في الدول العربية موجودة حتى في الخارج بس ما عندهم مش الاستفزاز نحن لما يصير عندنا الاستفزاز مثال ناخذ مثال الرد على الاستفزاز ناخذ مثال الإمرأة العزيز يعني لما تكلموا عنها النساء ما قالت شاه انتم وانتم وراح تسبدتهم ومشات طبعا ذلك الوقت كمثال نحكي لك لو أخذت المثال القديم وحطيته في اليوم الحاضر أنه تروح الفيسبوك أو تروح الانستجرام وتسب وهذه وكلها حبت توريهم اللي هم غلطانين اللي هم مش مقدرين ولذلك سوت لي تعرفوا على سوت وموضوع أنها ندات السيدات الطبقة الراقية هذه في المدينة ونداتهم من القصر وعطات لهم كل واحدة منهم سكين وانتم عارفين القصة يعني ولذلك فيه شيئين سوتهم ما ردتش على الاستفزاز مباشرة وثاني شيء استعدت وهذه بنشوفها بعد في المرحلة موضوع الاستعداد للنقاش والحوار أو أي شيء وهني رتبت الأمر وخلاص ونجحت يعني وصلت توضح النقطة متاحة من غير استفزاز وهذا المطلوب اللي نحن نقدر نسويه وينزم نسويه ليش فيه اختلاف في القيم الاعلامية بين الدول قاله لازم أول شيء نحن يهمنا جدا أنه نعرف ليش نفهم الاعلام أول شيء إذا ما نغم مش فهمي الاعلام ما نقدر نتعامل وياه ولذلك يعني أن لما ناخذ الاعلام الغربي لما نقول غربي نحكي بصفة عامة بما فيه أستراليا ونيو زيلاند برغم يمو في الغرب لكن محسوبين على الغرب ونحكي على الاعلام العربي مثل ما قل في الإطار الكبير للدول العربية والآسيوي وحتى الافريقي مختلفين هذه قيم كل واحد فيهم okay sorry more sorry video is not working there's a video here don't no alright أسف لأن ظنينا أن الفيديو بيشتغل هذا صحفي كان الوزير الخارجية ذلك الوقت السعودي عدل جبير ويمكن أنتم شفتوه الفيديو طبع كان يلقي في محاضرة okay كان في بريطانيا 2016 في شاتهم هاوس ولذلك الصحفي هذا جاءت فرصة أن يسأل الوزير الخارجية السعودي سؤال وبالنسبة له هذه المساعة قلت لكم لو عندكم سؤال تسألون وزير الخارجية السعودية يعني شوفوا المجالات الكبرى والعظيمة اللي ممكن تسألون بس هو ليسوء الحق اختار السؤال هذا أنه بالنسبة له هو الممكة دولة أخرت في الإصلاح يعني هذا اللي يهم في القيم تحمل فيه شوية نقض وانتقاد مو شوية كثير okay وأنه كيف السعودية عندها تم 300 سنة حتى عينة وزير خارجية هو في أمريكا في الغرب ولكل ولذلك يعرف شو عندها الاستفزاز الإعلامي ويعرف كيف يرد عليه غير أنه عنده التيم وراه اللي حذر ه talking points والكل ولذلك يعني يكون مستعد لكل لحظة يعني مستحيل لما قلنا من المحاور شوف اليوم أنه الإعلام عدو أو صديق أنت لا تقول لا عدو ولا صديق لك تأخذ احتياطات ولذلك كانت عنده سرعة البديهة وسؤال جواب متاع وقال لا أعتقد أنه كان هناك وزارة خارجية في أي دولة منذ 300 سنة يعني حتى لقاعة نفسها صفقة الوزير خارجي ولذلك يعني الاستفزاز في الإعلام لازم تعرف أو لازم نعرف كلنا أنه القيم مختلفة وإذا اختلفت القيم لازم نعرف كيف نتعامل معه في الأعلام الغربي عندنا الأعلام هو بالنسبة له مشاريع استثمارية موجود نفس الشيء في دول العربية بصفة عامة بس مو بنفس القوة والكفاء لذلك لدينا أنه مشاريع استثمارية تمول ذاتيا تحط ارباح من الإعلانات ومن الاستقلالية اللي عندها هذه لأنها هي مشروع استثماري بروح ولذلك فيه الدولة تعطي فلوس بصفة مباشرة أو غير مباشرة في بعض الدول يعني رويتر بي بي سي يستلمون فلوس بس بالطبع بصفة عامة وسائل الإعلام في الغرب هي مشاريع استثمارية هذه لما تشتغل الصحفة والإعلام الغربي القيم الأخبارية اللي عندهم هي تعتمد على أساس يقدر يجيب أكثر ما يمكن من الناس من المشاهدين أو من القراء أو من المستمعين يركز أكثر على التأثير على الفورية يعني شيء تو وصير ما يحكيش على أشياء قديمة ويحكي على القرب المكاني يعني يحصل ويحكي باش أغلب الظن أغلب الأوقات على أشياء اللي تصير بجنبه لأن الجمهور بتاعه بيهتم به الأمور هذه أكثر ولذلك الاهتمام والشهرة ويحب الصراع ويحب السلبية السلبية لأنه بالنسبة له عندهم قولة بالإنجليزي بنشوفها بعد أنه مدام فيه دم مدام الخبر يصبح يعني عنده أولوية وبالطبع عندهم الترفيه وما فيهم الترفيه بتاع عندهم بالطبع يختلف من المكان إلى آخر هذه بصفة عامة ونقول مرة أخرى بصفة عامة الدول الغربية عموما وفي الدول الغربية أوكي القيم اللي عندهم سوري أوكي الأعلام الغربي عحين نروح للإعلامي الإعلامي في الغرب يبحث عن توسيع دائرة قرى أو المشاهدين أو المستمعين حسب الطريق الأفضل لجذبهم عندها هو يشوف اللي يهتمون فيه الناس ويحاول يسحبهم له وهذه طريقته وانتم تلاحظوا عحين أنه مثال لعطيكم لما تطلعون CNN أو ABC أو NBC في أمريكا أو حتى بعض المحطات في بريطانيا دائرة لأنه من التركيز أن النشرة الأخبارية مع ثلاث لأن المذيع اللي بقدم النشرة هذه مذيع اللي بقدم الأخبار صارت عنده شهرة كبيرة والناس ساعات تروح تطالعه هو أكثر من اللي تسمع الأخبار لأنه بالنسبة لي طريق التقديم هي الأفضل والأحسن مثل لما كنا صغار نفضل مدرس على مدرس لأنه يقدمنا المادة أحسن من المثاني اللي احنا شايفين أحسن والله هو أعلم نفس الشي ولذلك هم يسووا دعاية من الأخبار أنها بتكون مع كريسيانا منبور مثلا في CNN مثلا ولذلك بالنسبة لهم أن المذيع هو اللي يجيب الأخبار المذيع حتى لو ما هو كتبها بس طريق التقديم وطريق هذه يصبح الإعلامي هو الأهم شيء والإعلامي بالطبع في يوضغر عنده وضع اجتماعي واقتصادي وملائم وموقع اجتماعي محترم جدا يعني وضع الاجتماعي والاقتصادي ملائم جدا ووضع الاجتماعي محترم أنا أعطيكم مثالين اللي أنا عشتهم مثلما قلت لكم إعلامي مشهور يكتب في نيويورك تايمز توماس فريدمن يحكي نحكي مبعث على موضوع يبعد المواضيع منهم موضوع أنه هو مو ملازم مو مطلوب مو مطلوب منه أن يروح الجريدة بتاتا أو أن يلتزم بأي شيء توقيت أو شيء في النيويورك تايمز كل ما يهمهم أنه عنده اتفاق يبعث لهم الوبينيون بيس الرأي هذي اللي عنده القطع اللي يكتبها بس هذا من ناحية الحرية ومن ناحية الفلوس ذاك الوقت من كم سنة كان على القطع الوحدة يستلم 3000 دولار 3000 دولار يعني وضع اجتماعي محترم الجريدة محترمت والعالم بره بطبعة يعمل ووضع اقتصادي المالي مع انته راتبه ما شاء الله هذي فتلاف عن كل قطعة لو في الشهر يكتب خمس شوفوا كم يستلم غير هذا بالطبع امتيازات الاخرى وكل تعرفت على مراسل جريدة زاينتونك الألمانية في دبي قال لي قدلوا كم تطلب من زاينتونك من خبر لازم تكتبوا من دبي قال لي ولا خبر ممكن نكتب خبر في الشهر ممكن خبر في السبوعين ولا مرة فيه اي ضغط عليا ان نجيب خبر بالطبع لما يجيب خبر يجيب بخبر البسيطة لكن هو كصحفي عنده وضعية خاصة جدا ماليا واجتماعيا وهذا اللي يخلي للصحفيين في الغرب يأخذون راحتهم مو بس يأخذون راحتهم على الساس يضمنون ان الوضع متاحهم هذا يتواصل دائما يبحثون على اثارة على شيء جديد على انهم يكلمون شخص بلغة قوية والكل لانه بالنسبة لهم هذا اللي يجب له المشاهدين يعني لما يكلم بساعات مسؤول في الدولة أو في هذه مو معنا انه يكره أو ما يحبوش لا لانه بالنسبة له هذا الناس كيف تحب تشوف بره المستمعين ولذلك هو يسويها بالطريقة هذه ولذلك لازم نفهم انه كيف اسلوب تعامله وليش يتعامل بالطريقة هذه وليش يتعامل اللي احنا بينما احنا تشوف جماعتنا بصفة عامة متعدبين ويتكلمون بخلق وكل والثاني لا لانه بالنسبة له عساس يبقي على المجال اللي هو فيه وعلى الوضع اللي هو فيه الذاتي وللجريدة أو للوسيلة للإعلام اللي هو يشتغل فيها لازم يتصرف بالطريقة هذه اللي هي Very aggressive هذا بالنسبة للغرب نمشي للإعلام اللي نحن اللي أنا مسميه الإعلام التنموي أقول تنموي لأنني ما نحب ما نش نقول بس العرب ترى موجود حتى في إفريقيا موجود في عدة دول أخرى أنه الإعلام هذا الوسائل الاتصالي الموجودة هي تحقيق أغراض التنمية وتحقيق المجتمع والمحافظة على الاستقرار العام هذا الهدف امتاح الأول لا يوجد إثارة ولا يوجد مشاكل ولا يوجد تعال أنا هاوش الدولة هذي بسيبها ولا ما فيش بصفة عام بصفة عام نحكي لذلك وسائل الاتصال على أساس خاصة في البدايات في السبعينات وثمانينات أنه ما فيش مدارس كافية ما فيش الدولة تستغل أن الإعلام على أساس تثقف وتعلم وتأدب لأشخاص ولذلك الشعب ككل ولذلك ما فيش أي إشكالية بنسبة لهم هذا الإعلام التنووي والإعلام التنووي ما عنده ما فيش ضغطات تسويق اللي يشتغلون في الجريدة هذه ما عندهم ش الفكرة بصفة عامة أنه لازم يسوق الجريد لأنه يعني ما فيش ضغط أنه لازم تسويها بالضغط الوحيد أنه لازم يجيب أخبار اللي هي تساهم في الإعلام التنووي ولذلك التركيز على تحقيق أهداف التنوية الاجتماعية والاقتصادية والمسؤولية المجتمعية لذلك هذا اللي موجود في الإعلام القيام من بتاعنا مختلفة جدا وهذه من الأسباب اللي تخلينا نحنى والإعلام الغربي ومرأخرا نحكي على الغربي بإطار راسع أنه ما عندناش نفس التوجهات في الصحافة العربية مثلا ونحكي العربية من بحرين تونس مغرب كل بس نحكي صفة عامة يعني العربية عن مثال فقفت الحشو أنه صارت من الأول أنه عندك صفحة لازم تمليها ولذلك رؤسة تحرير من البداية يشجعون الإعلاميين أنه يبي صفحة أو صفحتين يكونون أو ثلاث هذم يكونون فل وهذا من الإشكاليات الكبرى ابتدت قبل وحاليا بعض رؤسة تحرير في بعض الدول العربية وبعض المواصلين عن نفس الأسلوب أنا نذكر مثال سوينا دورة أخونا عارف الحجاوي يتكلم فيها وسوى الدورة وكان من نصايح اللي قدمها بعض الإعلاميين في البحرين أنه بعض المقالات متاعكم طويلة جدا عندهم ممكن تعطوني اللي احنا نسميه زبدة للزبدة وما يحتاج تحط كل هالمعلومات الزائدة الإضافية هذه ما لها أي معنى اللي هو بالطبع يعتبرها حشو في واحد من المشاركين في الدورة يحكي لي بعد قال يرجع وحبي ينفذ يطبق الفكرة وكذب خبر وعطاه المسؤول بتاعه الدسك شافوا قالوا شنوه الخبر شرح له أنه أنا حقيت الأشياء المهمة اللي يتهم القارة الآخر كل حشو ما يهم القارة الثاني يسحب له التمبلت هذي الشيط لبيض ويوريه يقولوا زين والفراغ هذا مين بيمليه إذا أنت بتعطيني بس أنا حاطط لك مثال مجال 400 كلمة وانت بتعطيني 100 كلمة بس هنا وين المشكلة وقلت لك سويت قالي بس يعني هو البوس يعني هو المسؤولي وذلك أعطيته اللي هو يبيو صرت نحن نحط في كلام حشو 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 وهذه الإشكالية اللي موجودة ولذلك صار عنا في الدول العربية بصفة عامة أن بعض الإعلاميين بالرغم السنوات من عمل في المجال الإعلامي ولكن ما فيش ما يحس ما هوش قاعد ما عندوش إحساس قوي مع المتلقي بسبب لأنه ما يجدد أسلوبه نفس الأسلوب اللي كان يكتب فيه من سنوات هو نفسه ولذلك يعني تحصل المذيع الصحفي هذا يعني يظهر له هذه المدرسة ولم يجيوا صحور مع الإعلاميين جدد يعلمهم نفس الشي وهذا الأسلوب وا 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 ويخليهم يعني الموضوع الثقافة كاملة تصيروا الثقافة الحشو وهذه إشكالية طبعا فيه استثناءات والحمد لله وشفتهم أنا أعطيكم مثال الاستثناء على مستوى التلفزيون أنا أعرف موضيع مثلا لمجات أعطاوها الدروس وتعلمت وهذه لكن بعد ما اكتفتش تروح البيت كانت تروح تشوف المحطات الكبرى واتبع كيف الموضيعات يتصرفون وتتعلم منهم عساسية بعد التطبق يعني مو بس مجرد أنه اللي علموك خلاص انتهينا لا في القيم الإعلامية اللي عندنا لازم نتعلم داخل العمل وخارج العمل كل من حصل فرصة لازم نتعلم أنه لازم نطور نفسنا بس إذا نواصل بالطريقة هذه في الدول العربية أنه أي واحد من كل من هب ودب خاصة حين صار في الإعلام الإلكتروني مثل ما تلاحظون يصير صحفي يكتب كلمتين من أي شيء ويصير يسمي نفسه الصحفي أو كاتب عمود وبالطبع يكتب على راحته والكل هو بعيد كل البعد الإعلامي هو يحب يسمي نفسه إعلامي عيلته أو أصحابه أو ناسه أو المتابعين يسموه إعلامي لكن هو لو يلاحظ لو تلاحظون وأكيد لاحظت وبالطبع أخطاء لغوية ركاكة تعبيرية هالأشياء هذه كل ما تخليش إعلامي يعني مستحيل يكون إعلامي بالمعنى اللي أحنا نتمنى الإعلاميين عرب يكون زين الإعلام التنموي بعد الإشكالية اللي عندنا بالنسبة لنا في قيمة الإعلام التنموي أن الإعلام يتقاضى مبلغ ماليا مقطوعا أو منتظما يعني راتب شهري أو بالقطعة وفي الأخير الإعلامي يصبح موظف وهذه الطامة الكبرى اللي عندنا أنه بالنسبة لنا أنه الإعلامي صار موظف ولذلك لا فيه لا إبداع ولا أفكار جديدة ولا أي شيء بالنسبة له هو لأنه يقول لكم أنتم سمعتوا أكيد كم واحد أنا شغلي قد راتب اللي يستلمو أنا ليش نتعب نفسي نجيب شيئا وبعدهم المسؤول يرفضها أو يمكن أنا نورط نفسي في مشاكل أو إشكاليات وهذا بالطبع يقول لك لا خليني موظف اللي يعطيني اللي يطلب مني أسويه أسويه وانتهى الموضوع وهذه إشكالية لأنه الإعلامي إذا ما يكونش مبدع ما يكونش إعلامي الإعلامي مستحيل يكون موظف مستحيل الأشكالية الثانية اللي عنا أن يصاير خطأ كبير أنه نربط الإعلام بالعلاقات العامة أي ذلك موجودة على مستوى الجامعة مستوى على عدة أشياء عدة أماكن الإدارات مثل ما تلاحظوا وهني وإن إشكالية ترى الإعلام والعلاقات العامة ما لهم علاقة بين بعض ما لهم أي علاقة العلاقات العامة يمكن تأخذ من الإعلام شوي أو يمكن من الإعلام يأخذ من العلاقات شوي بس كل واحد مستقل عن الثاني وأصلا إحنا لو نحكي على العلاقات العامة للأمامة اللي موجود الموجودة على العلاقات العامة الشيء يجب يكون مهم جدا العلاقات العامة لازم تكون عندها قوة معلومة لازم تكون عندها التشبيك المؤسسي لازم تكون عندها تفهم السلوك البشري تفهم قاومات السلوك البشري مرتكزات السلوك البشري وعندها قوة صناعة الإعلام قوة تأثير في الناس قوة الضخل الإعلامي المركز ولذلك يعني هي نفس العلاقة العامة مفروض تطور من نفسها إشكالياً موجودة علاقات عامة بالنسبة له تلميع المدير تلميع الوزير تلميع المسؤول وبنتهيناك بس يعني نحن كإعلامين أو ناس شغل في الإعلام ساعة جيك رسالة نزلها الخبر ولا يقول لك حتى الشخص هو مين يتواصل معاه ولا يحط حتى يحط رقم تليفون بالنسبة له هو العلاقة العامة يجيه نص حاضر أو يكتبونه واحد ويبعثوا للجرائد أو الركات لمبا ويقولك بس هذه علاقة العامة في الإدارات نفس الشي علاقة العامة خبر يهم الوزير أو رئيس أو مسؤول أنا باهتم فيه والأخبار الثانية لا وهناي هذه بنجيل للنقطة الإشكالية اللي عندنا هذه أنه لن العلاقة العامة مستغلة وسائل الإعلام ولا الاتصال بطريقة العادلة ولا الإعلام معناتها استقال استقال مية في المية عن العلاقات العامة وهذه مشكلة يريد نقدر نحلها في يوم الأيام نعطيكم مثال أنا عايش أو عشته يعني مع وزير الإعلام علي الرميح يعني الوزير كم مرة أنا أحذرت في اجتماعات الجلسات أنه يحاول يشجع أعطوني أفكار جديدة أعطوني موهبكم فاطقوها جيبوا لي أفكار عساس نقدر نشتغل بها ومعها أفكار جديدة خاصة هذه الصغار في السن لكن في كثير أوكي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الأخير ما يقدمون شي نفس الشي شفتوا في جرائد شفتوا في جرائد الأيام شفتوا عدد أعطوني أفكار جيبوا أفكار جديدة لا كل واحد صار العلاقات العامة نفس الشي ما تطورد من أنفسها تم واحد فيكم وفينا يتصلوا في علاقات عامة على أساس يسألوه كيف الأمور ماشية شنو يلزم نحسن كيف نطوره أمورنا كيف هذه في علاقات عامة يديرونها ناس صغار في السن هذا نشوف ساعات لاحظ أنهم يحاولون يطورون من أنفسهم يحضرون الدورات تدريبية يستفيدون بس في بعضهم بالنسبة لهو لا ولذلك ما في شي واحد تسوي سبر أراء على أساس يعرف البحرينيين شابون لا هو يظهر له أنه يقدر يفرض على البحرينيين أشياء اللي هو يبيها أو اللي هو يشوفها صحيحة وهنا يوين خطر لا العلاقات العامة مم سوية الشغل الصحيح يعني عبارة عندنا سيارة بورش وتمشي فيها في 20 كم في الساعة إذا هذن قيم الغرب وقيم الشرق أو العرب وكل ما اختلف عن بعض هل يصير أن تصير تبادل قيم نستفيد من بعض هذه ممكنة لكن لكن لازم نرتب كيف تمشي الأمور أوكي يعني أنا مثال شخصيا كم واحد عندي أصدقاء إعلاميين في كوريا ماليزيا اندونيزيا سنجابور وكل يتصلون يبقون مثال إعلام وثائقي من البحرين إعلام وثائقي من البحرين يسوي الحظ معنش كثير قبل كبرامج الأول في بداية التلفزيون وهذه وكل كان في برامج كثيرة بس بعدين توثيق معنش توثيق بالمعنى هذا لا في إعلامنا الصحف ولا شيء أنه في بعض الجرائد يعني حالة التوثق لكن كانت طريقة محتشمة ما فيش إعلام توثيق وهني مشكلة ولذلك يعني لو تحب تتبادل قيم حتى مع الغرب وهذه وكل لازم عندك مادة تعطيهم لازم تعطيهم أنه فيه أشياء جديدة تقدمها اللي هي اللي بصير عامل اللي تسمى وتحقيقات وهذه وكل فيه جرائد الأمانة في البحرين اشتغلت وتحاول التطور لكن ما زلنا بعاد خاصا أنه هذا كل موجود بالعربي ولي برأي يبيه بالإنجليزي وإحنا مو موفرين بالإنجليزي كما ينبقي هذه النقطة الأولى العشكالية الأولى عندنا بعد في تبادل قيم يعني فيه قنوات عربية تشوف برامج موجودة في أوروبا وتحب تسويها هي تستغلها وتسويها وأحسن مثال بالطبع عندنا اللي احنا شايفينه ومرة أخرى نزيد نأكد اللي أنا مو نأيد هالبرنامج أو نسويله في دعاية برنامج هذا ولا غيره وأنا ما نحكي بصفة إعلامية بحتة خذ مثال برامج الجزيرة مثال اتجاه المعاكس اتجاه المعاكس برنامج موجود من قبل بطريقة أخرى بالطبع في أمريكا في بريطانيا موجود لكن لما يصير البرامج الحوارية هذه اللي نحكي عنها ما نقدرش نستوردها بالكامل من الغرب ليش لأنه احنا في الغرب في حياة حزبية في آليات في نشاط سياسي غير الإعلام يخلي الإنسان يتكلم يمين يسار ويفهم ويتفهم ولذلك البرنامج يقدر ينجح عندهم يعني فيه خلفيات فيه أماكن أخرى انت تقدر تتنفس وتتكلم وتشارك أرائك فيها نحن البرامج اللي لدينا حاليا اللي موجودة مثال أنها كل ما تسوي هي تعمق الاستقطاب السياسي اللي موجود وتصير يعني أنت تطالع برنامج غير على الاستفزاز والسب والشتيمة والكل دايما فيه قطيعة يسوي لك فيه قطيعة إيديولوجية سياسية ولذلك يعني ما عندكش فرصة أنك فعلا تستفيد لأنك شفت هالبرنامج هذا يأثار عليك بس ما تقدرش تحكي بره ما تبشيش أماكن أخرى اللي تقدر تتواصل معاهم اللي تقدر تنفس عن بعض الأفكار اللي عندك وهذه إشكالية يعني أنه برامج هذه الغربية لما تستوردها بالكامل صفحة عاما ما تنجحش عندك لأنك ما عندكش الإطار الاجتماعي اللي يخليها تنجح بسهولة لازم يكون فيه انفتاح في الدول على اساس تتقبل النقد والانتقاد المشكلة أنك تجيب إعلامي يجلس قدامك ولما تنتقدوا ليش وليش يصير فيه سبب وشتيمة وهذه ما ينزمش تصير صعب جدا أن بيئة الإعلامية والبيئة الاجتماعية تختلف نرجع الوسائل الإعلام محور آخر هو هل وسائل الإعلام صديقة أم عدوة في المطلق في المطلق لا هي وسائل الإعلام لا هي صديقة ولا هي عدوة عندها مصالح إيديولوجيات وخط تحريري تمشي فيه ولذاك هذا لازم نتقبل هذه يعني عبارة عن أنا نجيل واحد مشجع من نادي المحرق ونقوله خلاص دائما بكرة أنت بتصير تحب الرفاع الغربي أو العكس ترى فيه مواقف فيه اتجاهات أو مصالح أو إيديولوجيا أو حب النادي لذا ما تقدرش تغيره ولذلك الإعلام نفس الشيء حتى هو عنده توجه لو حتى مقتنع بكلامك ما يقدرش يوجه الخط التحريري ما يقدرش يغير الخط التحريري لأنه معروف مثال ليمونت في فرنسا جريدة يسارية مثال واشنطن بوست جريدة يسارية يعني لو جيب لها أي شيء محافظ لا ما تقبلوش سيانان مثل نفس الشيء والعكس في جرائد أخرى يمينية اللي لو جيب لها فكرة حتى لو هي صحيحة بس بالنسبة لهم لا لأنه ما تبشيش في الخط التحريري أو تدماش مع العيدولوجية بتاعهم هم يعني تصير إشكاليات زكريا is it working the video آسف بس انتكد من فني إذا الفيديو شغال آسف هذه دعاية نيفيا كانت صارت بس للي شاف ها فيكم بس أعطيكم فكرة بصفة عامة أنه واحدة جالسة في المطار يصورونها على وسيسوونهم دعاية بس بالطبع يصورونها وينزلون صورتها في التلفزيون وفي وسائل الإعلام يعني واحد يكون ماسك جريدة قدامها جالس يبين أنها هي إرهابية يعني الإعلام ممكن يحولك إرهابي هي مسكينة بريئة مثل ما تشوفون بس صورة واحدة والصورة هذه يطبعونها على شكل جريدة ويجلس شخص قدامها ومسك جريدة ويبين أنها إرهابية لأنها محدود بالبنط الكبير هذه إرهابية وإذا شفتها خبر الشرطة عنها وذلك يعني الإعلام ممكن يحول أي واحد بسهولة إلى إرهابي والعكس يكون إرهابي يحول هولك إلى ملك من يعادي الإعلام مباشرة قلنا له صديق له عدو الإعلام ولذلك لا تعادي ولا لا تحب تعامل معه بس تعامل معه بذكاء وبدون ما تطيح في أي نوع متع استفزاز الوحيد الذي يقدر يعادي الإعلام بصيرة كبيرة جدا هو دونالد ترامب لأنه عنده 68 مليون متابع غير بطبع الوسائل الإعلام فكرة دونالد ترامب أنه يجب يوميا يكون في الإعلام العالمي مبس في أمريكا بطبع أمريكا تهمه الأول بس عالميا ليش هو في اعتقاده أنه مدام موجود في الإعلام مدام النس تحكي عنه مدام نس تعرف مدام النس يشوفونا ويقول he's working يعني قاد شغال هذا مجالس في بيته ولا أي شيء ولذلك هو بالنسبة له لازم يكون موجود دايما هو في الإعلام بصفة عام المبدأ هو 50-50 نحتاج للإعلام 50% والإعلام يحتاج لنا 50% لكن بالنسبة لترامب هو الإعلام قدم نفسه أنه الإعلام ونجح فيها مرة أخرى مانيش نحكي أنه موافق ترامب ولا نضد أنا نحكي لكم على الطريقة لهو يتعامل والناس ما تهتمش في جرائد في محطة تلفزيونية بتحكي عن السب والشتيمة بس هذا هو اليبي هو يكون دايما في الإعلام ولذلك لما نتعامل مع الإعلام الغربي لازم نفهم أنه الإعلام الغربي بصفة عامة عنده توجهات إديولوجية عنده إتنجهات تنموية مثل ما عنا أحنا ولذلك هو عنده وجد نظر مكون عنده والخليج وشفناهم في كم مناسبة هذه وكل ولذلك يعني لازم نعرف أنه دايما بيصير فيه هجوم لأنهم هم صفة عامة الصحفيين اللي موجودين في الغرب عندهم فكرة عن العرب أنهم عايشين خارج إطار الزمن يسمع كثير منهم في بلدانهم في بحرين وفي دول أخرى ولذلك يعني هم بالنسبة لهم يمكن يحبك لكن الإديولوجيا متاعه ما تخليش يعني كم واحد يقول لما يقول ليش أنت مدامك مقتنع ليش ما تكتب الأمور هذي في جريتك يقول رئيس تحرير يرفضها ليش يرفضها أول شي ضد الخط التحرير بتاعنا أحنا وثاني شي أنه رئيس تحرير يقول حتى لو هو مقتنع يقول ترى الجرية الثانية تكتب من وسائل الإعلام والمتلقين 50% 50% للإعلام 50% للشخص يعني أنت تحتاج الإعلام تحب ولا تكره والإعلام يحتاج لك يحبك أو يكره ولذلك هذه الإعلام كثير من وسائل الإعلام لما تتكلم وتقول أنا مستقلة وأنا موضوعية وأنا محايدة والكل لكن لا هو في الواقع تحب تحافظ على فقل الجمهور بها وتروي وترويج نفسها وتكرر الشعار اللي أحنا نحتاج للإعلام ولكن هو 50-50 نمشي المحور اليوم مرتبط بهذه الإعلام كقوة ناعمة وقوة حاد قوة ناعمة طبع أنتم معارفين يعني أنا بحكم الوقت اللي عندنا ما بدخل كثير في التفاصيل عن القوة الناعمة والقوة الحادة لكن معروفين وعلى فكرة تقريبا أغلب الأفكار اللي اللي يوم نحكي فيها مع بعض موجودين في الإنترنت أو يعني تقدر تشوفونهم وتعمقون أكثر في الأفكار هذه النقشة ولذلك القوة أنتم معارفين القوة التقليدية هي دايما الاستعمال الأسلحة الأرضية والجوية الثقيلة والخفيفة والكل واللي هي كانت الأول هي تفرض لأرى حين لا الإعلام صار قوة نعمة وقوة حادة بنشوف الفرق وهذه للتأثير على الرأي العام ولذلك الإعلام هنا ويكون دور الإعلام أنه يجيب لك خبر وهذه النقطة اللي لازم نهتم نعرف أنا نعرف رئيس تحرير الجريدة عربية يحكي معايا قلت 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 قال لي الهدف أن نأثر نحب الناس هذهم اللي في بلده يحكوا اليوم عن موضوع معين عن الطقس ولذلك نجيب موضوع مهم عن الطقس ونعطيه الطقس عودة كبيرة وهذه على أساس يحكون عن الطقس يوم نحب يحكوا عن شي فاني ولذلك نجيب قال أنا أستأنس لما هم نأثر عليهم يصيروا يحكون على الأشياء اللي أنا أختار ها للناس هذه قوة نعمة هو يصغل في جريته على أساس أنه يمشي الأفكار اللي هو مقتنعة فيها أو اللي يبي الناس تفكر فيها القوة النعمة هي بريق تلمع يعني تكون ثقافة وتكون قيمة ولذلك هي أنها تقدر تجذب الشخص بدون ما تخليه يشعر أو تحاول لأما تحاول تقنعه مباشرة بتخليه من غير ما يشعر أن تجذب للفكرة اللي هي عندها ولذلك معاش تستعمل قوة كوسيلة للقناع وهذه بالطبع موجودة وانتم معارفينها أكثر شيء الفيسبوك الواتساب التويتر هذا ممكن هو العب عنوان البارز للقوة النعمة الهدف متاح النفوذ السيطرة الهيمنة السلطة وكل واحد كيف في بعض مثال يستعمل قوة النعمة في كبريق ثقافة مثال أكثر أكبر مثال شايفينه مؤخرا هي المسلسلة التركية لذلك كنتم عارفين ما بدخل في التفاصيل الأكثر الشغل وصل المسلسلة التركية ساعة قوة نعمة نشوفها مثل هذه ساعة قوة نعمة مختفية نوعا ما يعني شركة الطيران مثال تركية لما تفتح في عدد الدول الافريقية ليش تفتح شركة الطيران ستفتح المجال لأنهم يزورون تركيا أو يمشون تركيا أو يعبرون ليروحون دول أخرى عن طريق تركيا تعطي أسعار أحلى ولذلك الناس يصيروا عندهم اهتمام في تركيا ومرأة أخرى نزيد نكرر أنا مو أنتقد أو أمدح أسلوب المسلوب مثال تركيا أو دول أخرى السركة هي المثال اللي صار في الدول العربية في سنوات الأخيرة اللي يباين قدها أكثر واحد أحين قوة النعمة هي تحدث الخبر هي اللي تخلينا أحنا تقول خبر هذا مهم لا ولا خبر تافه من بطل من المجرم من الرابح من الخاسر في منظمات ومحطات تلفزيونية وكل عندهم أشخاص بسيبع شخص واحد أو اثنين اللي هم يقروا مثال العملية هذه اللي صارت هل هي عملية انتحارية أو استشهادية ولذلك تشوفون أنه في ساعات لما يحكوا عن خبر معين يقول لك عملية انتحارية في أوقات يقول استشهادية ولذلك هم هذم الناس اللي يجيبون هم على اساس ينبهون هم كيف يتصرفون كيف الكلمات اللي استشهادية وبعد في الخبر اللي بعد ومذيع آخر يقول مثال عملية انتحارية ولذلك يجيبون خبراء لتوجيه الوسيلة العالمية وهذا موجود في الدول العربية وفي عدة تماكن القوة العامة النعمة في العلامة معنا مثال يصير أنه يصير حدث يصير أي شيء ولذلك مباشرة بعد ما يصير حدث نتحول لما يسمى الفاست نيوز وشفتوا هنتم فاست نيوز هذا على شكل مكدونالدز ناخذ فاست نيوز نحط فيها أشخاص وتصير عندي ستوري شلون نسوي ستوري على اساس أنا نحب الناس يتأثرون أنا أستغل الحدث اللي صار على اساس أثر بيها الناس سيد نجيب الخبر مباشرة بعد مرة أولا بريكين نيوز وهذا خبر عاجل نزلت الخبر وبعد عندي مرة واحدة عندي خبراء محللين مختصين لحظة ما هو الخبراء والمحللين والمختصين من وين جبتوهم وش عرفهم في الإصار وش عرفوا في شي صار مثال أمس صار أمس في كيرغستان في بشكاك في حاصمة كيرغستان كانت فيه مثال محاولة ما نقول انقلاب لكن تمرد على السلطة مرة واحدة تشيبك تلفزيون ويبدأ يحكي عن كيرغستان لو تسألوا كم عدد سكانها وشي ما عندوش فكر أنا يحكي لإعلاميين وانا عارف وشفت وانا صار للموقف يتصلون فيك يقول تعال انت تعطي رأيك في موضوع معين قلهم اوكي انت شنو وظيفتك انا صحفي انا اعلامي لا 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 لازم نحط اللي انت خبير استراتيجي خبير في مثال إرهاب في هذا يا أخي أنا صحفي ما لأي علاقة ما هو خبير بعطي رأيك صحفي لا وفعلا كم مرة كم واحد اللي كان يتكلم بعدين لما رفض انو يحطوا التايتل اللي هم يبونه خلاص ما تتلعش على التلفزيون مثال ليه بالنسبة لهم يلزم سياسة الفاست نيوز الفاست نيوز مثل ماكدونالدس مثل يعني ماكدونالدس تعرفونها انت تروح تاكل ماكش بش تشبع بس في اللحظات هذه يأثر وتستأنس وترتاح يعني لمدة نصف ساعة ساعة بس الأكل لذيذ وجدا لذيذ لكن لا يشبع نفس الشي هذا في وكالة إبو إسال الإعلام يأخذون أشخاص مباشرة يسوون فاست نيوز ويعطيهم القابر النانا لأنك أنت بتجي وتقول أوه هذا خبير لا هذا استراتيجي يعني تأثير عن الناس لما يشوفون التايترز يعني يشوفون شيء متميز كل كده مستحيل يكون غلطان أو لا هو خبير أنا ماني خبير ما عندي فكرة عن مصائر أو يعني ما عندي ش المعلومات اللي هو عنده وذلك بالطريقة هذي هم يحاولوا يؤثرون بسهولة تامة على أساس أنه القابر النانا مثلا على أساس وعلى وتشوف ناس خبير في مواضيع معينة وانت تعرف وصلا بالنسبة لما لا صار هذا حتى في أوروبا حين صار العكس ناس زعلت من هذه الفاص نيوز هذه الطريقة أن نجيب خبر وبسرعة نركب ونحط له بعض يعني سابورت يمينيا صار على أساس يمشي الخبر مثل ما أنا أبي وعندي خبراء وعندي ناس متميزين حاليا مثال في أوروبا صار عندهم نجيب الأخبار المتأنية التي صار مثل أوكل يعني بدل ما يأكل مكدوناللز يكون أكل صحيح وسائل إعلامية صار ترفض للصبخ إذا السبخ يجيب ني في مشاكل ولا يجعلني يتعامل مع الناس بالطريقة أكل عند مكدوناللز لذيذة لكن لا تشبع ولا ذلك صار يفضلون انتظار قبل الخبر في جرائد مثل جريدة الإسبانية نسوي الاثنين بين هذا وهذا عند الان مباشرة يصير متبعت يبعثون إعلاميين من عندهم صحفيين يروح يغطون خبر لايف تشوفوا على السوشال الميديا اللي عندهم في كل مكان موجود هذا الخبر لكن عندهم صحفيين اللي يروح للمكان نفسه ومنهم ينزلون الخبر بكرة في الجريدة الورقية ويأخذون زوايا أخرى مختلفة على اساس أن القارئ الأول يأخذ المعلومة لأنه في المنافسة مهما كان مين عنده الخبر من الإجاب الأول يعني مثال مين يسوي الاخبار من كلمات أربع كلمات انفجار سماع ذوي انفجار مثال في مكان معين بس ليش لأنه بالنسبة للمدير يزمن تجيب خبرنا قبل وكالة لمباف ثانية وبعدين يصير على راحته البايز يسوي الطريقة نوعا ما نفس الشي جاء بالخبر من الأول وبعدين تعطي الزوايا حريق أول مرة يحكو على الحريق أون ويصير الزاوية الثانية مع العلم أن لما حكيت مع صاحفيين من الجريد البايز يقول لك برغم من نعمل في نفس الجريدة من في تنافس بيننا هل يكون أون لأخبار القراءة ومشاهدين أو نيو سبيبر ولذلك طريقة البايز هي أكبر جريدة موجودة في إسبانيا وناجحة ناجحة يعني دائما في أفكار جديدة وتحاول تغير مفهوم الإعلام ما يكون دائما مفهوم مثل هذا الفاست نيو زين القوة الحادة بخلاف القوة النعمة تعتمد على الترهيب والضغط المباشر هي أنه دائما يحاول يجيب لك مشاكل يضغط عليك بطريقة أو بأخرى على ساس عنده سلوك معين يبب أنت تمشي في السلوك شاهد عيان هو يحكي له مع الموضوع ويقول لا لكن ويحاول يشبروه أنه يحكي عن شيء ثاني وشفنا في عدة تماكن في عدة مناطق يعتمد لأنهم عندهم هدف معين ما يقدرون ما يقول على لسانهم لأنه يصير إشكالية عند القانونية ولذلك يجبون شخص يتكلم مثل ما تسوي وكالة رأيه هذا ويقول فلان قال حتى أن إنت لما تحاس يقول موانا يقول فلان اللي قال بس ما يقول شنهو اضغط على فلان هل يقول الجملة هذه أو يعطي الرأي هذا أو الفكر هذه صفة عام ما نحكي صفة عام لذلك القوة الحادة ما تسوي ما تحاول تكسبك مباشرة بس تسوي لك حرب نفسية تشتغلك على الشائعات تسوي لك قصف إعلامي رهيب يعني شفتوا حين بالنسبة للي يروحون ملاعب الكورة مو في البحرين بحرين بطابة ملاعبها هادئة بس في أماكن أخرى يعني اللاعب مسكين هو يلعب السب اللي يجيه والكلام البذي اللي يسمعوا الأشياء أخرى على الساس ينرفزون ويستفزون ويتخرجوه مخ ويخرج العقلية بتاعه ما عش تكون عقله مركز على المباراة ويصير متنرمز في بعض الدول العربية يصير حتى في سب الأم سب الأهل سب الكل عساس الملاعب يفقد توازنه العقلي والتركيس ويضيع المباراة بالنسبة للجمهور نجحنا هذه قوة الحادة في الملعب في الإعلام موجود وانتو معارفين مثال بسهولة حين وآخر مثال نعطيكم دايما حي اللي موجود حاليا البحرين موضوع بحرين ودعم السلام نحن بالنسبة لدينا الدعم السلام والاتفاق مع إسرائيل لا بالنسبة لدينا الكلمات اللي اسمعناها من المغاردين من الكتاب حتى من مسؤولين في الدول والكل الخيار والعمال والأشياء هذه الكلمات اللي هم تعجبهم مستلفين باستعمالها بس احنا الحمد لله رب العالمين ترصيب عامها ما نطيحش الاستفزازها انت هذا رأيك مبروك عليك خلاص ما نتعبش نفسك معهم وشفت الأسلوب بالمثال الأمير بندر بن سلطان اختاروا على الساسي رد يعني فيه أسليب ذكية احنا كأعلاميين وكالأعلام ككل هذي الطرق اللي لازم نعيش بها موجود حاليا من القوى الحادة المعروفة من القوى الحادة الموجودة في عدد الدول خاصة بطبع العربية لكن موجودة أيضا في آسيا وإفريقيا وكل هي بمثال في العربية عندك برامج مثل اتجاه المعاكس يعني خط معين تمشي فيه أو هذه بنسوي برناحة حلقة عنك أو عن بلدك أو عن شيء هذي في المنظمات الدولية يعني حاليا في تونس عندهم مشكلة الناس الطالب تنفيذ حكم الاعدام ما عاش تخليه لأنه من عشرين سنة خمانطرشر سر تقريبا ثمانية سنة وصارت جراء مؤخرا والناس الطالب حكم الاعدام ومباشرة المنظمات اللي تسمي نفسها حقوقية الدولية مهلا لا للأعدام ولا ولا يهمهم في دينك شقول ولا يهمهم في تفكيرك ولا يهمهم الشعب تتحكي عن ديمقراطية الشعب الشعب يريد الاعدام لا ولذلك هنا ونشوفوا هذه القوة الحادة تستغلها الاتجار مثال برامج تلفزيونية أو منظمات دولية حتى في احكام مثل الاعدام هذه كل وسائل ضغط على الشخص وفيه بطبع اساليب غير مباشرة اللي هي قوة شكليا نعمل لكن هي حادة عساسي نتأثر عليك بالكامل مثال بعضيكم صورة صورة هذه في سوريا زوج وزوجته وابنهم ما في الشارع ماشيين أي مكان الله أعلم مرة واحدة في جريدة ألمانية صاروا يمشون وسط الدمار ثم لاحظوا عادي ما في شيء وراهم بالعكس في شجرة وامور طيب بس مرة واحدة خذوا الصورة وتحطت ونزلت في جريدة ألمانية وبالطبع انت تصبح ضحية حرب القوة هذه خلتك انت ضحية حرب ما غير بالطبع هذا ما نصور شافوا صورتهم في جريدة الألمانية هذا الزوج وزوجة وعائلة شافوا أنفسهم ولذلك إشكالية قد تصير عودة ليش لأن أسلوب الصحيفة أنه يبي أنه سوريا مثال أو أي مكان هذا سوريا بس ممكن يكون أي مكان يكون فيه دمار يكون فيه أي شيء والعنوان بالطبع يزيد أفر العنوان هذا بالألمان يقول يحكي عن أم المعارك سطرة الثانية لتحت هذا يعني أم المعارك بالرغم ما لهم أي علاقة لا فيه عرك ولا فيه أي شيء بالطبع الإشاعات وكل هذه كيف تتعامل معها أنت تحاول تصمت أكثر ما يمكن وأهم شيء إذا تحب تتبع أي موضوع لازم تتأكد هل هو إشاعة خبر والكل أو يعني هل هو إشاعة أو خبر أو صورة صحيحة لذلك لازم تتأكد منها ولذلك أنه اللي نسميه نحن في الإعلام الديبلوماسية القهرية أن يقهرك أنت تتعامل معه أن تخلي تهدي الأمور القهر هذا متاعك وعوذ بالله من القهر الرجال ما تخليش القهر هذا يخلي أفثر عليك تعرف كيف تتصرف إذاك تصمت وتتأكد من الصورة تتأكد من الإشاعة وفي حال تشك إذا أنت شفت صورة أو شفت خبر أو أنك سمعت إشاعة أنت تتصرف أنك بطريقة ذكية مثال حاليا في أماكن موجودة على الإنترنت اللي خليك تفهم هل تعرف هذه الصورة هذه أصل الصورة معرفة الأصل متاعها أصبح سهل ودائما أنت لازم تتأكد منها تأخذ الصورة تضعها في برامج معينة ويقول لك الصورة هذه قديمة وجديدة وكل وبنشوف بعض الأمثلة أو كل ولذلك بدل من تكون ردة الفعل متاعكو سب وشتيم وزعلان وتضعم البيت وهذه وكل تشوف الصورة هذه وتحاول تتصرف معها يعني في صور واضحة يعني الصورة هذه نزلت في صحف منهم صحف عربية وكبيرة شهيرة يعني بسهولة أي واحد يقدر يتأكد بس مو كل الصور نقدر نتأكد منها بس الصورة هذه شفتوها اختلعت بره في كل مكان صورة من فايضانات السودان لكن بعد اكتشفنا وشوف انه هذا مخال ان الصورة أبلغ من الكلام السودان بطبع في الانستجرام والأمور كل كانت واضحة بالنسبة للناس هذه السودان وبطبع هذه من الجماعة اللي كانوا والله هم ملطف بأهلنا في السودان وبطبع الله يلطف بيهم وهذه الصورة وصارت في كاريكاتيور كيف تصير والكل والناس لأن الشخص اللي حاب يأثر طريقة عن الناس ويتعاطفون مع السودان والناس دايما تحاول تستعمل العواطف على اساس تجلب القارئ أو المشاهد للخبر هذا ويتعاطف معه ويتجاوب معه لكن الصورة اكتشفنا بعد أنا ملتقت في هايتي عام 2007 ولا علاقة بالفيضان في السودان نفس الشيء هذه الصورة بعد تشوفون على يمين قلوبنا مع شقائنا في السودان وكل لكن في الواقع الصورة كان في الهند سنة 2013 هذه صورة لحقاب مهاجرين سوريين قضوا غرقا في البحر وصور الشنق هذه أولاد صغار ماشيين مع أهليهم وماتوا وهذه الاشكالية التي كانت موجودة لكن بعد تشوف أن كانت معرض هذه مهاجرين أصلا من مكسيك لأمريكا في ولاية أريزونا وخذوا الحقائب التي كانوا جئين بها وحطين ها كمعرض على أساس لأن الحروب الصراعات واستغلال الأطفال والحيوانات وكل التأثير على العقلية في هذا فيديو الذي يسوي الحظ لا يمكن أن نبين لأن الفيديو ليست شغال فيديو نوتوركين فيديو شفت أن في شركة في مصر قالت أن سوت فيديو سوت فبركة مظاهرة وبعفتها للشبك الجزيرة الخبارية واللي هي بعد وزعتها وتوزعتها الكل وبعدين قالوا أن كانت مفاب ركا بالطبع وموجودة في الانترنت ممكن تشوفونها مفيش اشكال احنا مدام نحكي عن القوة النعمة والكل ليش ما نسأل نفسنا كيف نحن نتحول إلى قوة نعمة هل نحن مطالبين أن نتحول إلى قوة نعمة وطبع اللي فيكم يعرف في الرياضة ويجتبع يعرف الصورة هذه صلاح وزوجت وبنت وبالطبع أنتم عارفين يعني مو بضرورة ترى أنا نشجع صلاح محمد صلاح ونشجع ديفر بول لكن مثل ما أقول لكم هذا كل داخل في الجزء الإعلامي الإعلام أن أي شخص فينا حتى لو هو رياضي ما علاقة بالإعلام مع محمد صلاح لكن أصبح مصدر أفكار وإلهام وحتى أكثر لماذا؟ محمد صلاح أصبح نموذج للقوة النعمة أول شيء تواجده في البطولة الإنجليزية أو الدورة الإنجليزية اللي هو عنده أكبر تغطية إعلامية في العالم الرجل كلاعب وحقق إنجازات قوية كإنسان تألق بطبع تألق داخل الملعب وتألق خارج الملعب سلوك محترم وتواضى حسن أخلاق وداش وانخرط في نشاط اجتماعي وخيري في مصر ضد المخدرات وضد هذه وحتى في بريطانيا ولذلك صار حقق نفسه ولمصر وللإسلام وللعرب بالطبع شهرة كبيرة قوية جدا وأنتم أكيد بعض منكم شاهدوا في فيديو أنه فيه مشجعين من ليفر بول صاروا يغنوا أنه إذا عن صلاح ويشكرون فيه محمد صلاح والبعض منهم قال في الأغنية هذه إذا سجل محمد صلاح المزيد من الأهداف فسأصبحوا مسلما أيضا وتشوفونها في الإنترنت موجودة إذا تحبوا تشوفون هذه يعني إلي سواء محمد صلاح كقوة نعمة شيء مميز ومتميز زين أحين أي واحد فينا المثال يحب يصير هو نفسه قوة نعمة كيف نتحول أول شيء في عدة طرق في كتابة مقالات والتعليق في الصحف العالمية ليش الصحف العالمية لأنك لما تكتبت محلي ما بتوصل النتيجة تفكير المحلي ما يوصلك للنتيجة زين أنه في محلي أبناء البلد والكل بيستفيدون منك بس أنت بعد في نفس الوقت بأنك لا تحب تكون قوة نعمة لازم تتعامل مع الإعلام ببرا وهن وين لازم تكون أنت تكتب المقالات والتعليق أنا ساعات نسمع الناس يقولوا لي آه ليش الإعلام الخارجي ما سوى هذه ليش النسي سي ما سوى زين صح أوكي أنا بقولك فرضا فرضا اللي أنت محق لكن أنت شويت سهل جدا أنه واحد يقول ليش ما سو ليش ما سو لكن حاسب نفسك على الطريقة الإسلامية مثل ما نقولكم كيسو من حاسب نفسه أنت حاسب نفسك أنت شويت أنت شقدمت البحرين برا أنت شنو اللي سويته البحرين عنده طلبة مثال برا كم طالب فيهم يكتب في الجرائد المحلية اللي برا هذهم يكتب فيها عن البحرين ومشاء الله الإنجازات الموجودة والنجاحات الموجودة في البحرين عديدة ومتعد كم واحد كم طالب كتب وحتى لو كتب يعني ليش ما يكون علاقات نفسه ويكتب السفراء يقدر يسوي نفس الشي بالطبع السفراء المعينين في الدول فطبع هما عندهم نظام معين ملتزمين فيه لكن في نفس الوقت فيه مقالات ممكن تنزل يعني الاتفاق الأخير هذا بتاع بين البحرين وإسرائيل يعني كان يقدر يحصل رواج أكبر لو فيه طبع الناس متطوعين أكثر أنه يكتبون في نفس الوقت قبل ما نصير هذه قوانا إعلامية مع نتاع القوة بأن لازم جماعتنا أحنا ككل ناس كم مثال هنا البحرين أو العالم ككل أنه يبني علاقات صداقة مع مختلف المؤسسات العلمية ومراقص لبحاث اللي براء يعني الشغل اللي يمسويه حين الشيخ عبدالله بن أحمد في دراسات شيء مميز لأنه مو بس شغل ودراسات وخلاص سوين دراسات فاتح لنفسه أبواب علاقات تعاون وصداقة كبيرة جدا مع مؤسسات علمية من عدة تماكن اليوم مثال عنده مثال ندوة ويبنار بيصير أنه في أثنين من الكونغرس الأمريكي بيتكلمون يعني لهذا يعتبر إنجاز ليش إنجاز لأنه قدر يبني علاقات صداقة لازم تبني علاقات صداقة يعني بعض حين يقول لما نحكي خذوا مثال جزيرة من أسباب خلات الجزيرة تنجح أنها كونت علاقات برا علمية مراكز أبحاث ولذلك لما أنا نجلس مع المراكز هذه ونقول أنه مثال أنا عندي المؤاخذات هذه على الجزيرة أو العربية أو سكاين واو يعني وحدة تقول لي لا لأن نحن في شراكتنا من خلال شراكتنا وياهم لاحظنا واو تحصل نفسك ليش لأنك تحصل نفسك يعني مثل ما واحد لما يصير رئيس قسر مدير إدارة يصير وزير أول شي يسوي غير استراتيجية العمل لأنه لازم العمل عن طريق استراتيجية لازم يكون عندك فريق عمل وفريق عمل مثلا نشوف بعد شوي لازم يكون فريق عمل اللي هو ناجح وناجح ونبس فريق عمل يكون بس أسماء صورية أو أسماء أصحاب وكل لازم فريق عمل اللي بيساعد حاجة أخرى لذي خلينا بعض من ساهم أنه في المشاركات في فعاليات أدبية ثقافية علمية فيها الأمور هذه مثال الشيخة مي قدرت كمسؤولة على ثقافة في البحرين وكل أنها تبني علاقات قوية ثقافية يمين يسار أنا شخصيا في كم مره نجلس مع ناس يقولون أنتم هاشياء لازم نكون نحن نسويا والنقطة اللي تهمنا احنا مثال في الأخبار المحلية اللي بنسميها أنسنة الأخبار أنسنة الأخبار أنك لازم لما تتكلم تخلي الانسنة فيه الأنسنة نشوف عدة أشياء الأنسنة بس نحن اللي همنا الأنسنة في الأخبار المحلية مثل نقول feature عن أشخاص أشخاص حققوا نجاحات ما يصير نحكي بس عن أخبار سياسية أو أخبار عامة وخلاص فيه ناس محققين نجاحات هذا من نحكي معهم ولذلك لذلك لذلك الأخبار الناس نهتم فيهم خاصة إذا نحب برا الناس تقراهم أو تسمحهم أنه features features عن الناس هذوم ولذلك هذه من الأشياء التي تساعدنا أن نكون قوة نعمة لكن مرة أخرى في التعامل مع القوة النعمة لازم تكون عندك قوة المنطق مو منطق القوة تكون عندك قوة المنطق ولذلك يعني أنت لما تتكلم مع صحيفة أمريكية أو صحيفة أجنابية والكل لازم تعرف تفكيرهم ولازم يكون عندك منطق معين على أساس تعرف تتصرف معهم يعني مثال اللي حطيت أمامكم تشوفونه كان هذا نازل خبر في جريدة أمريكية أوكي وعن إسرائيل والعرب وبطبع صار مثل عادة سبوا شتموا هذي والكل بين معلقين في الجريدة لأنه جريدة بعدما قال تخلي تفتح الباب للرعب وسبوا بين عرب وهذي وإسرائيليين على المواضيع هذه الكلاسيكي يعني في شخص أنه لما كتب قال أحنا أنه المعاملة في غزة بالضبط مثل المعاملة التي كانت في وارسو في غتو هذا المكان الذي كانوا يسكنون فيه اليهود في وارسو يعني ما عندهم ولا شيء ولا عايشين ولا عندهم أي فرصة ومرأة أخرى أنا أجلب مثال هذا كمثال حي الذي نحن عايشينه ليس لدينا مأيدة أو ضد ونما من ناحية إعلامية المعلق لول قال أنه المعاملة في غزة بالضبط مثل مماثل ما كانت عليه غتو وارسو قبل الحرب العالمية الثانية المعلق الثاني صح كلامك صح والدليل على ذلك مراكز التسوق الفاخرة في رمالة تشبه جدا الغتو اللي كان في وارسو طبع كلام ويحط الصورة تفضل هذا شنو صاير هناك في رمالة أنت لما تكتب عن شي لازم تكون واقعي أي صحفي لازم يكتب عن شي يكون واقعي لأنه اللي تناقش أو تجادله عنده حجج وهو جاهز وأغلب الوقت أحنا مش جاهزين ولذلك أنت العرب متعودين بالعاطفة نرمي الكلام هذا وأحنا مسكين وظالمين وظالمين وكل الثاني جاهز أنت تحط نفسك ضحية والصور هذا أنا شخصيا تشجيل الموقع الذي قال عنه وشفت الصور موجودة هذه يعني ليش تقول لي أنت بمثال أنه نحن عايشين في قاتو شوف أنتم كيف عايشين شوف المركات العالمية الموجودة التي تستهلكون وتشترون وناسكم يروحون ويشترون لذلك إذا أي واحد بيكتب وبيتعامل مع الناس برا لازم يكون جاهز عقلانيا كيف يتعامل معهم لازم يكون جاهز إذا مو جاهز يغلبونك يغلبونك لي أنهم أذكى منك يغلبونك لأنهم هم مستعدين هم متعودين على أمور هذه ولذلك قبل ما يسوي يقول أنا بسوي بصير قوة نعمة فعلا وبدافع عن بلدي وعن نظرة في بلدي وكل ولما نحكي عن القيم لازم تحكي عن القيم اللي ما الغرب بيعترف لك فيها مو تقول لحنا لغة حلوة مع العين والرأس لغة حلوة بس اللي بره ما يهتم بس لما تقول المرأة في البحرين عندها مناصب متقدمة ومتحصلة عليهم لما تقول المرأة في البحرين تستلم راتبها كامل ومساوي تقريبا لوراتب الراجل في الزوج وأنها مش مطالبة أنها تعطي فلوسها للزوج وأن الزوج هو المطالبة أن يصرف عليها هنا بتحصل اهتمام يعني هذه الأشياء اللي يجبون مثال من مقاومات البحرين القوية كقوة نعمة هي التعايش السلمي والحريات الدينية الموجودة السياسات الداخلية الخارجية اللي ما فيهاش أنه معنتها تهجم الثانين وكل ولذلك يعني أنت عندك مقاومات قاومات الدول الكبيرة اللي هي التاريخ والثقافة والقيم والسياسة الداخلية والخارجية تقدر تستغنهم تقدر تحكي عنهم من كم يوم صديقي وزميلي محمد القوتي طرش لي نسخة من كتابه القوى النعمة البحرينية الكتاب هذا التو طالع يستعرف بإجاز مقاومات المملكة البحرين التاريخية والتراثية والاجتماعية اللي ممكن في المجمل نقول أنها قوى نعمة بحرينية يعني مجهود ممتاز يخلي الإنسان يتعلم بس يريد كان بعد في نفس الشي الكتاب هذا بعد مدة يصير بلغات أخرى على أساس محمد أو غير محمد أي واحد يقدر يتواصل مع الغرب يقدر يتواصل أنك تجيد العربية ممتاز أنك تتكلم بالإنجليزي أوكي بس وأنا طالع من الشغل وحاصلت البي بي سي نسمع في الحوار بي بي سي بالعربي كانت والحوار كانت مذيعة البي بي سي تحاور فيه ناس من أزربيجان من أرمينيا من إيران ومن روسيا بالعربية يعني شنية فرص بتاع أنه واحد من أرمينيا بيكون يتكلم عربي أوكي إيرا ومن تركيا بعد كانوا خمس دول تركيا وإيران متعودين عندهم من يتكلم العربي روسيا ما فيش أي شكلية العربي بتاعهم معروف وعارفين لذلك أزربيجان وأرمينيا يعني أنا تصور لو مثال محطة ألمانية حابت التحكي مع خنقول بحرينيين بنا هنا في البحرين وتحب تتكلم بالألماني كم واحد عنده فيه ناس تتكلم ألماني في البحرين ونعرف بعض منهم لكن كم واحد مستعد كم واحد صفة عامة قادرة لو مثال بالروسي فيه تتكلم بالروسي لذلك بس نبي أكثر ناس يتكلمون اللغات في البحرين ناس تتكلم بالعبري ناس تتكلم بالفارس ناس تتكلم اللي معنتها ممكن هم يدافعون عن وجهة نظر البحرين باللغة اللي هم فهمينها ما يصير نتكلم بس بالإنجليزي يمكن الثاني إنجليز ومتاعت ضعيخ الإنجليزية ولذلك لازم ناخذ احتياطات لذلك لازم تكون في مهارات لغوية إذا أنت تحب الدش في موضوع القوى النعمة ويلزم الدش في موضوع القوى النعمة البحرينية لازم تكون عندك معلومات ولازم تقدر تقدمها بلغة أن الناس ناسبهم يعني أنا أعطيكم مثال نحكي مع صاحفي أمريكي من زمان يحكي لي كيف أنه أنور السادات لما اكتشف أنه يقدر يقدر يكلم ABC News لكل وقت وCBS وNBC مفيش CNN على أساس يقدر يكلم بالإنجليزي على أساس المذيع يترجم كلماته ممكن يحرف الكلمات قصد سونية أو حسنية لكن هو يكلم الشعب مباشرة وفعلا نجاح فيهم وحتى ياسر عرفات بعدين عجبته الطريقة وسوى نفس الشي قوى نفسه في الإنجليزي وأنا حاضر في إنتربيو من زمان تقريبا 40 سنة وكان يتكلم بالإنجليزي وفي نفس الشي يعني تحس إنجليزيته تحسنت عن قبل يعني كنت أنا أسمعه ليش لأنه إذا تحب تكلم القوم كلمهم بكلمهم مباشرة باللغة اللي هم يفهمون عساس توصل المسيج هناك وين تكون القوة النعمة بتاعك لازم تكون تعرف كيف تصغل القوة النعمة اللي موجودة عندك والقوة النعمة ساعد موجودة عندنا بس ممكن نحصلها عند غيرنا في القوة النعمة البحرينية ممكن نستعين صديقة أو صديقة هذه لقدامكم جاكلين فرنانديز هذه أصلا همم مثلة هي من سري لانكا لكن تمثل في بوليوود ومشهورة في بوليوود جاكلين هذه أسبوع لي فات كانت في البحرين نسو نحظ الفيديو مو شغال عندي بس يمكن حصلوه أسبوع الميال الماضي جاءت للبحرين وراحت المدرسة اللي درست فيها Sacred Heart قلب المقدس وسوت زيارة ونزلت في السوري خبر زيارتها وصورة وفيديو والكل عن البحرين وتمدح والكل كاي واحد يزور مدرسة القديمة وكل مستنسب الشيء المريح أنه جاكلين فرنانديز عندها أكثر من 45 مليون متابعة لو نقول أنه مليون واحد 500 ألف شخص شافوا الفيديو هذي وكل سامعين عن البحرين وشافوا Sacred Heart وشافوا التسهيلات الموجودة في مدرسة في البحرين ولذلك هذه جاكلين فرنانديز ممكن من يتصبح قوة نعمة للبحرين إذا في فعاليات في البحرين ممكن هي تكون موجودة ومتواجدة وتتكلم لأنه لما تحط بوست في الإنستغرام أو في التويتر أو شيء يعني من البحرين نفسهم أو من أصدقاء البحرين وأصدقاء البحرين ما شاء الله عددهم كبير كبير وكبير جدا نمشي المحور اللي بعد هي أنسانة الإعلام والنزعة الإنسانية طبع النزعة الإنسانية أنتم تسمعوا كلمة أنسنة وطبع بعض يعرفها ماشاء الله لكن في بعض اللي بالنسبة لأنسنة هي الركز على الإنسان فيها عندها نظرة فلسفية نظرة اقتصادية كل أنا اللي يهمني هنا هو النظرة الإعلامية اللي احنا بنشتغل بها أنها الأنسنة هي التنبع من فكر إنساني يؤمن بالإنسان في الإعلام هو أنه تعطي الخبر صفة إنسانية أنه فيه عندك الإنسان في الحدث ومس حدث يصير فيه إنسان فيه بشار أوكي وهذا موجود في عدة تماكن فيه إنجازات إنسانية مثال حتى في البحرين أنه فيه إنجازات صارد مثال على مستوى المدارس على مستوى الجامعات بس ما نحن سمعش عنها ليش؟ لأنه المدارس هذه والجامعات هذه ما قامتش بدور هالمطلب منها مطلوب منها إعلاميا أنه توزع المعلومة صورة خبر وكل ساعات يجيك خبر صغير أنها فلانة قدمت بحث بهذه بس وانتهد أكثر فيه أكثر زين إذا ما تقدرش يتقدم معلميا يصير مثال معرض سنوي حتى لو يتحط أونلاين هذا البحوث اللي صارت السنة هذه واللي خذوا عليهم ماجستيرا والدكتوراء وكل وهذه المواضيع اللي كان موجودة يعني المكتبة اللي هي موجودة والجامعة ممكن تطلحها بره أونلاين تخلي الناس تعرف ما هي الأفكار الجديدة لأنه اللي يدرج بالنسبة الماجستير أو الدكتوراء بسفا عام يسوي بحوث ودراسات قوية ومتعمقة ولذلك نستغلها إعلاميا على ساس الإعلام يصبح يركز على الجانب الإنساني ترى الجانب الإعساني مهم جدا إشكالية مثال صارت في بعض الصحف هنا في البحرين اهتمت بالجانب الإنساني وصاروا خاصة الصحف بالأمانة وراحوا وفي الجرائد تشوف قصص في بعض القرى هذه القرية أفلانية ويخاصوا مثال قالوا سبوعي أو صفحة فيتشر كاملة عن قرية معينة لكن إشكاليا لما يكون التركيز على القصص العاطفية على قصص الحرمان أنه ما سنحتاج عنه مشاكل نبي حلها صح هذا موجود وواجب واجب أن نهتم فيه ناس عايشين في القرية هذه وحقوا إنجازات أعطيني ناس اللي يصبحوا بالنسبة لنا نحن نتعلم منهم اللي يعطونا أفكار جديدة الأنسان أنه لازم نهتم بالإنسان ونرافع شأنه فوق مو بس نحكي عنه بس مجرد رقم مثل ما بتشوف في الأنسان يعني شوفوا مثال الإعلام يصبح سجين طوالب يعني تشوفوا صورته هذا الشعر الفلسطيني المعروف محمود درويش محمود درويش من أهم الشعر العرب فلسطيني وارتبت الشعر بتاعه بالشعر الثوري الثورة والثورة وانتم معارفين عدد قصائد وكل طلع مجموعة قصيدة في الأكثر هي عن الحب بس وعندكم جزء وهذه عن الحب وهذه وكل هو عبر عن نفسه كشعر وكإنسان لكن فلسطينيين وكثير من العرب وبعض فلسطينيين من قش كلهم وانا فيه فلسطينيين يحكيوا كيف يوقفوا معاه وكل أغلبهم لا ما يصير لأنه محمود درويش هو هذا شعر المقامة شعر القضية ضمير فلسطين مجنون التراب عاشق الأرض كل الألقاب هذه الرنانة اللي ما تفيد شي في الأخير هو إنسان وحب يعبر عن شعوره كإنسان لكن مسكين صادو انت الله يرحم هو انتقاد كبير ليش لأنه يحكي عن الحب ما يصير أنت من ثور يصير إنسان وهذا ليش دايما عندنا إشكالية أنه القوالب مضيعتنا وعايشين في قوالب اللي البعض منها موجود من خمسينات والأربعينات وحتى قبل واللحين نحن غارقين فيها وهذه إشكالية لأنه ما قدرش يعبر على الجانب الإنساني أنا نعطيك مثال نعطيكم مثال من جهة أخرى أنا لما نشوف مثال من كمين يوم جلالة الملك لما يتكلم ويحكي عن نحن أنه فاخر بين الأمم لأن شعبنا وبشهادة جميع هو من أطيب شعوب الأرض خطاب رسمي لجلالة الملك لكن أنسنا الخطاب خلى أنه يعكي يحكي عن البحريني كإنسان أنه إنسان أنه البحريني من أطيب شعوب الأرض وهذا المطلوب وإحنا هنا تحيط التقدير وإقدار لأيش لأنه جالك ملك مثال هنا خلى أنه لما يحكي لك عن الإنسان مو يحكي شعب البحرين بس أنه من أطيب شعوب وهذا في خطاب رسمي يعني في كلمة رسمية ونزلت الشغل اللي فات ولذلك كنتم تشوفوا أنسنا أي واحد مش أي واحد مفروض يسويها إذا إنسان في الهرم قدمها يريد بعد يستفيد ويتعلم أنا أعطيكم مثال آخر على نفس المنوار صور الشيخ ناصر على الإنستغرام هذا الشخص ولكل ولذلك ما يصير أحنا ثقافة العيب اللي موجودة عندنا أو ثقافة القوت اللي موجودة عندنا لا أحنا ما يصير لا 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 يصير إعلاميا يصير ناس تحبك أكثر لأن ما تبينينهم اللي أنت إنسان هذا يجورني الحديث مثال مرة نحكي مع جمع أمريكان صحفيين أمريكان ABC News وقالوا لي أحنا مستغربين كيف من أمهات الفلسطينيات لما يجي يصورونهم بالتلفزيون وتقول أنا ابني وابنها تواستشهد في أو مات يعتمد كيف تشوف وكل يقول استشهد يعني في عملية ويجيوا يصوروا الأمريكان هذا من ABC News هو نفسه مع المصورين قال لي ونشوف الأم تقول لا وأنا فرحانة أنه مات ومستعدة نعطي أولادي لكل تفكير يعني لكن أول ما نسكر الكاميرا تقوم تبكي وهذه قال أنتم العرب كيف تحبه مثال نحكي كلامه بطبع من حقهم أنكم توافقون ما توافقوش هذا مثل ما قلت مثل ما شفنا في البداية كل إنسان حر في رأيه لذلك يعني كيف أنت تحب الغرب يتعاطف معاك وقت يشوف الأم مستنسى أنه ابنها استشهد أو توفى بالنسبة للغرب مهما كانت القضية مهما كانت القضية ممكن تقول استشهد وكلك لسه تبين عاطفة مستحيل يتعاطف معاك واحد في الغرب إذا أنت ما عندكش العواطف المطلوبة هذه كيف الأم وما أدراك ما الأم تكون مستنسى لما ابنها يتوفى برغم اللي هو استشهاد بيروحوا للجنة حسب التفكيرنا والعقيدة متاعنا وكم لكن إذا تتعامل مع الغرب إذا ما تعرف كيف تكلم الغرب ليش نقول تفوق الإعلام الغربي عن عربي ومرة أخرى نقول العربي ترى نقصد حتى إفريقيا وآسيا مو بس العربي هذا الإعلام التنمو بلنا سميناه مساعة ليش لأنه الغرب يعرف أنسن لأخبار يعرف يقدم خبر كأنه إنسان اللي صادته مشكلة وبينما الإعلام العربي ما عندوش هذا شكل ما عندوش فكرة الأنسنة هذه مو موجودة في عدة تقارير شفناها وسمعناها ولذلك نشوف أن الإعلام العربي يحتاج قصص إنسانية يكون الكاتب اللي يكتب القصة أو يكتب الموضوع يكون إنسان قبل ما يكون إعلامي وهذا اللي حاليا صاد موجود شوي في السوشال ميديا بس إعلام بتاعنا كرسليات ولا حتى إعلام المينستريم ميديا وكل الإعلام التقليدي لحين مقادرين يخلوا الصحفي إنساني وهذه إنسان وهذه إشكالية اللي لازم تتعدل لذلك أحنا الإعلام بتاعنا موجود أنه بصفة عامة نزع الصفة الإنسانية عن الإعلام وأحسن مثال أنا شفته وحصلته عن دراسة فلسطينية البحثين سويتهم بنتين بيتخرجون من جامعة في فلسطين عن أنسانة الأخبار في الإعلام الفلسطيني والإعلام الإسرائيلي مرة أخرى ممعتنا مع هذا ولا هذا أنا ما نحكي بصفة عامة من ناحية إعلامية أنه الدراسة الأولى أنه كانوا فيه 38 شهيد في فترة من أكتوبر 2015 فبراير 2016 شهيد في الفلسطيني و27 قتل إسرائيلي الإعلام من الإسرائيلي كان مركز على الأرقام بس أنه مات هذا بس أخبار مجردة أرقام بدون أي شيء ولذلك من جملة الأخبار هذة حسب البحث اللي سويت قالبتين هذة فلسطينيتين 2% بس كان فيه قصة إنسانية في الخبر يعني تصوروا هذا كل من تقريبا 600 مادة صحفية ولا شيء غير لحياة الشخص اللي توفى أو تستشهد أو المعاناة بتاع الأهل المتاع والأصدقاء ولا شيء بس مجرد رقم بالمقابل في الإعلام الإسرائيلي كل حاجة كل شيء مرتبط بالحياة الطبيعية للإنسان هذا اللي توفى أو اللي مات مذكورة ولذلك يقدم لك الأخبار مع كل التفاصيل وأدق التفاصيل ويعطيك قصة يقدمها بطريقة درامية وعاطفية لأنه كتبك إنسان وكتبك صحفي ونسبة الأخبار الإنسانية في الإسرائيل في الداخل الإعلام الإسرائيلي على نفس الشيء على الإسرائيلي اللي مات معندها قتلوهم 61% 61.4 بينما 2% فقط للفلسطينيين وهذا الفرق الكبير ستتساءل لماذا الإعلام الإسرائيلي يغلبنا أو الإعلام الدولة مو بس إسرائيل في الدول الأخرى أحسن مننا لأنهم من ناحية الإنسانية هم عارفين يتصرفون أحسن وهذا قصص قليلة جدا قصص فلسطينية قليلة جدا اللي كان فيها موضوع إنساني ونجاح نجاح باهر هو لما يتحدث عن محمد الدرة عن عهد التميمي كان فيه جانب إنساني بس الباقي ما فيش أي شيء أي كوارث تصير في الدول العربية مجرد أرقام صار زلزال صار زلزال مات فلان مات كم شخص بينما التفاصيل بسيطة في الإعلام الغربي هي فعلا الرصيد للإعلام ولذلك أنه دايما يبين لك أنه الفلسطيني معنته أو الشخص الضحية كان هو في الطريق أنه يروح يساعد أحد أنه يساعد في أمه المريضة وأنه في حياته قبل ماته كان يساعد في المحتاج والفقير والمسكين وأنه كان مستعد يضحي بوقته وفلوسه لإسعاد أصحاب وإسعاد عائلته وإسعاد عائلته نحن لا ما فيه بس مثل ما قلت لكم الأم تفرح اللي ابنها توفى وخلاص بالنسبة لهم الفلسطينيين واشوفوا أحنا أحنا والغرب بالطبع بالنسبة لهم أنتم يا ناس يعني معقولة أم تفرح وفاتها وموت واستشهاد ابنها بس برغم من كل مثل ما نعيد مرة أخرى موضوع إن شاء الله الجنة والأشياء هذه ولكن على الأقل بطريقة أخرى ولذلك أحنا عساسنا نتعامل مع الإعلام الغربي لازم يكون عندنا استراتيجية وهم العقلية الغربية إذا حبنا نتعامل مع الإعلام الغربي إذا نحب نبقى وقعين وعنا لا أعلم غربي نتعامل معه ولا شي وكيف وحن أحسن منهم وهم غلطانين وهم كفار وهم مدى آخر لنها علاقة فيه المهم في جميع الحالات في إعلامنا لازم نعرف أنه سياسة نهج واحد يناسب الجامعة one size fits all لا تنفع ما فيه يعني شركة مثال عندها بتسوي powerpoint presentation على الشركة لازم تعرف مين بيشوف powerpoint وتجهزوا حسب الأشخاص اللي بيشوفو powerpoint وزارة بتسوي شيء نفس الشيء مين المتلقي ما يصير أن نسوي شيء ونقول خلاص يشمل للجميع لا فيه عقليات مختلفة ولازم تعامل معها أردوغان مثلا ومرة أخرى نزيد نكرر هذه المرة كان حين أنه لم أيد ولا ظلط وإنما عساس المريكم كيف الأمور تمشي أردوغان لما فتحوا آية صوفية حولوها إلى مسجد ولكل أنه شوف بالعربي كتب في التويت بتاعه والإعلان اللي سواه أنها بشارة جديدة نحو العودة الحرية للمسجد الأقصى طبعا من غير التفاصيل كيف آية صوفية بتحرر الأقصى هذا شيء ثاني بس يعني هذه بالعربي بالإنجليزي ولا شيء على المسجد الأقصى ولا الأشياء هذه أنه هذه بيبقى أبواب آية صوفية مفتوحة مثل كل المسلمين أو غير مسلمين يعني لما كانت خاطب العرب والمسلمين باللغة ولما خاطب نفس الشيء نفس الحدث نفس كل شيء لما خاطب الغرب بالإنجليزي كانت فكرة أخرى أصله بآخر السويت نشوف وشبعة الإعلامة الدبلوماسية حين الغربي كيف يتعامل معنا في السويت في عدة دول بعطي أمثال هذه اللي جاءت في بالي أنه في المواقع الرسمية وساعات حتى إذا يلزل مش نحكي على موقع السويت بس موقع أخرى تستشهد بأيات قرآنية تقدم التهاني وعندها متابعين كثار عددهم كبير يعني هذا اللي شايفينه السايت عنده مثل ما تلاحظون 435 ألف متابعة تكتب بالعربي أحنا مثل ما نرجع الكيس من حاسبها نفسه كم عندنا دول عربية تويتس وإنستغرام وكل اللي يتكلم الدول اللي هم فيها السفرات باللغة البلد اللي هم في أوكي مثل هذه سويت أوكي هذه اليابان اليابان بالعربي موجودين ولذلك يعني وبالنسبة اليابان هذا مثل 394 ألف متابعة 294 أوكي الكلام بتاح مواضح نحن مبادرة للتعريف باليابان باللغة العربية من قلب توكيو اللي تصبح اليابان أقرب إليكم أوكي في آخر مرة آخر مفال في اللي شفنا هذا شفتوا اللي صار في واشنطن على التوقيع على السلام بين بحرين وإسرائيل والإمارات بالطبع حاضرين الخطابات كانت رسمية بالطبع لكن نظراً لأن الإعلام الإسرائيلي عنده أدش يعني متفوق علينا في بعض الأشياء منهم هذه الكلمة بتاع نتانياهو كان فيها جانب حد دخل فيها لازم دخل فيها جانب إنساني هو إعلان تأييد السلام خطاب رسمي لكن هو شوفوا ببداية بتاعه كانت فيما معناه أعرف ثمان الحرب لقد أصبته في المعركة توفي جون دي زميل يعني ما له أي علاقة بالموضوع بس هو يخليه ذراعي فقد أخي يوني حياته بينما كان يقود إلى آخر إلى آخر هذه من كلامة نتانياهو في حفل توقيع أعلان تهيد السلام في البيطابية يعني دايماً جانب إنساني ليش؟ يعني يعرف الغرب أنه يتعاطف على أشياء هابي وهذا هو كادمه باللغة لأنه يفهمها أو يحبذها نمشي أحين إن شاء الله بعجالة شوي للتعامل مع الإعلام التعامل مع الإعلام في محور آخر هو كيف نتعامل أكيد شفتوها وقرأتوها وسماعتوها والبعض منكم عاشها أصلاً راح تكن في التفليزيون أو حضار في مؤتمر صحفي أو تكلم مع الإعلام والكل إذاك بنسويها بشوية بالسريع بس في أي وقت بالطبع الأسألة ما فيه شيء يشكي أول شيء بالطبع اللي بيروح لازم يكون مستعد لإستعداد كامل للتعامل مع الإعلام من ناحية المحتوى من ناحية المظهر الخارجي ومن ناحية تستعداد للأسألة لأنه فيه كثير من الأسألة المباخدة ما هي الأسألة المباخدة؟ يعني هي أسألة أنت ما تفكر فيها إنت يجيك واحد مثال أنا حين موجود هنا في وزارة الإعلام يجيني واحد ويقول لي ليش ما فيش موضيعي أسمر في تلفزيون البحري يقدم النشر مثلاً شنو بيكون جواب أنا عارف الجواب طبع بس يعني أنا حاضر وشايف أنه فيه صارت اختبارات أكثر من 500 واحد شخص على أساس يدشون كموضيعين بس في القليل منهم كان يقدر ينجح يعني يسون حظر ومع أنت كان مستوهم ضعيف لكن مستوهم غير مناسب للوظيفة الموجودة وفي الأخير يدشون ناس خلين بس مو مع أن تختاروهم لأنه هذا أبيض أو لأنه هذا مش أسمر أو هذا عيد فتن مثل ما تشوفونهم تقريباً ليلي لكن في أسألة ساعات تجيك مباختة من ناس من أعلمين أو حتى من سفراء من مسؤولين لازم أنت تكون مستعد فما بالك لما أنت تروح للإعلام على ساس أنت بتتكلم على الإدارة بتاعكم على الشركة بتاعكم على الوزارة بتاعكم على أي شيء كإعلامي زين ولذلك أحين أهم شيء أي وزارة أو أي مؤسسة أي جامعة مثال لأن أنا شفت هذه في بعض الجامعات الخاصة لما قابلت معاها وسوينا دورات يعني النقطة هذه كانت مهمة جداً أنه لازم يكون فيه مكتب إعلامي ولما نحكي عن مكتب إعلامي أنه لازم يكون مكتب إعلامي صحيح مو نحط فيه فلان لأنه صديقي صديقي لأنه نعرفه هذه وكل أنا في الأخير أنت بتطلع تتكلم وهذا الكل اللي أنت بتحصل بمكتب إعلامي هو اللي بيطلع قدام الناس برها همو عارفين أنه مكتب إعلامي وراءك لذلك لازم تكون تنتبه لازم تكون عندك قائد بيانات إعلامية بنك المعلومات لازم تكون عندك تواصل مع العلاميين لازم عارفهم وتعرف تتعامل معهم ولازم تكون عندك شبكات التواصل اللي موجودة في كل مكان حاليا واتساب وإنستغرام وغيرها وغيرها المكتب الإعلامي لذلك لازم يكون فيه الكفاءة والمهارة ولا تكونش فيه الواسطة نزيد نكرر لأنه أنا حضرت في مكاتب إعلامية بالواسطة وصارت تصير لهم مشاكل أكثر مني تصير لهم حلو مهارات الإعلامية ايش معناتها لازم يعرفوا يكتبوا لازم يعرفوا يتحثوا لازم يعرفوا يكسبوا ثقة الجمهور والصحفيين ولازم يكونوا عندهم يعني شكلاً ومضمون أن يعرفوا يتعاملوا في هذا في المكتب الإعلامي لازم يحضرون شيء اسمه Talking Points Talking Points هما أجوبة محتملة لأسئلة محتملة لذلك أنت ما يصير ديش مكان وعند الأسئلة اللي ممكن يسألوا لك أنت ممكن تقعهم وتشوفهم يكون فيه 20 Talking Points هذا لكن ما بيجيك منهم ولا سؤال لكن على الأقل أنت كنت مستعد ترى الاستعداد مهم جداً أنت متشوفوا بالنسبة لي في الرياضة ويعرف أنه شخص يروح يتدرب أشهره ويجري مئات الكيلومترات على اساس سباق مئة متر مئة متر بالنسبة لي هو بيدوم بين 10 و 12 ثانية ومع ذلك يقضي وقت طويل وهو مع أنت يتدرب نفس الشي إذا بتروح مؤتمر صحفي بتقدم تسوي إنتربيو في التلفزيون في الإذاعة لازم تكون مستعد ومتأكد وهذه عندك مشكلة فيها زي نعطيكم مثال أنا حضرت مثال 2011 لما قوة الدفاع البحرين قالت أنه في منع التجول أعطعت المكان سمت المكان بالضبط أوكي قبل الجسر الشي خليصة بن سلمان أوكي المنطقة المحيطة أو كل يعني واضح من الجسر السيف إلى هذا لكن في نفس الوقت سووا خط أحمر عساسي يبين المكان وين يعني في بعض الناس لما تقولوا جسر السيف ما عارفوا وين جسر السيف هل هو الأول الثاني هل هذا يعتبر جسر أو لا الإشارة الضوية قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان بعض الناس لاحظنا وما يختار شي يسمي هلأ مكان لذلك تصرف قوة الدفاع البحرين كان ممتاز سوّت الخط الأحمر اللي تشوفونا عساسي يبين وين بالضبط من إلان الخبر أنه بيصير فيه قفل شارع أو تغيير مسار أو شيء يعطيك الخارطة من فوق وارحة ويبين لك وين العمل بيصير وين بيكون تغيير المسار اللي موجوده وإذاك هذا يصبح مهم جدا ليش لأنك أنت سهلت على المتلقي المعلومة وإنت قدمت المعلومة الطريقة صحيحة وسليمة مو تقول لا كيف هو إذا هو يعرف يتحمس وليت لا ليش ما يديش على جوجل ويشوف يا أنا بتم علمه وين هالمكان هذا إيه نعم 50-50 أنت تحتاج له مثل ما هو يحتاجك لذاك لا تظن أي واحد أنه لا ما يحتاج إذا تكون دونالد ترامب وبعدد هذا بتعمل أي الناس شي فاني مؤتمر الصحفي أول شيء ما يصير مؤتمر صحفي إلا في شيء مهم إذا ما عندك شيء لتسوي مؤتمر صحفي هذا نحكي في حالة اللي أنت كشخص بتقدم مؤتمر صحفي وبتتعامل مع الإعلام لما بتقدم مؤتمر الصحفي لازم تكون عندك إعداد كامل المتحدث أنه مخترح فيها أجموة للأسئلة المتوقعة ولذلك لازم تكون مستعد ترى مو كل الإعلاميين طيبين قدلون تتقابل رؤساء حكام مسؤولين كبار في العالم وكل شنو أصعب شي عندك قال أصعب شي لما نتعامل مع الهدف أنهم يفشلون ليش قدل ليش يفشلون قال عساس لما يحكي معنا ستنين في مجلس أو في مكان ويذكر اسم يقول لا توماس فريدما لو تشوف سويت فيه فشلت وسويت يحب يتعلم مني ولا يحب أن أحكي معه ولا نتعلم منه ولا هو يفيدني لا يبقى بس يفشلني على اساس يقدر يروح يقول لي والله أنا فشل وفشلت بعد أي شي أي معلومة أي شي وليذلك يعني في بعض الإعلاميين لما تتعامل معهم يحاولوا يفشلوا لذلك أنت لازم تكون مستعد في نفس الوقت فيه مسؤولين وبعض ممثلين مشهورين حتى في الدول العربية لما يروح يسوي معهم انترافيو يكلم الإعلامي ويقول له لا لا سلا متاع بايخة هذه روح تعلم سلا وتسلا وتعلي رجع لي يعني فيه سبحان الله الملف الصحفي لازم يكون الفريق هذا متاع لكنا نحكي المكتب الإعلامي يجهز ملف الصحفي يصبح ألف أو الألف يصبح مليون ولذلك ملف صحفي هذا فيه معلومات كاملة يعطيه بعد مؤتمر الصحفي يسلم للإعلامي على اساس أنه عنده الحجة ومن الأحسن ليس بس ملف هذا يجهز فيه فلاش ماموري مثال يتقن في DVD على اساس يأخذ المعلومة copy paste ويحط ويشتغل عليها أما بس أنه يحفظ هذه الرقامة ويبقوا بالغلط يكتبهم تصير لك مشفى ذلك من الأحسن أنك تجهز ملف صحفي تجهيز المكان مهم جدا مهم جدا ومنهم المقاعد كم مقاعد بتخلي الميكروفون هل بيكون ثابت أو متنقل بالنسبة اللي بيسلوا للأسئلة وما يزمش المكان يكون كبير جدا حتى عدد الصحافين يبينا أنه فيه 2-3 بس أو ضيق جدا وتصير زحمة وهذا مصار وكم مرة حضرنا فيهم حالتين ووقت لعيقاد المؤتمر الصحفي مهم جدا لازم الوقت يكون مناسب لغالبيت العالميين مستحيل يكون مناسب جميع العالميين ولكن غالبيت العالميين يجب يكون الوقت مناسب له وهذا بالطبع مهم جدا على اساس كل الأمور مرتبة هذه مثال إشكالية صارت في عدم تجهيز الـ podium الموضيعة أو المتحد فك عند أقصر شوية من المتوقع بالطبع تشوفوا في المايكروفون مغير ما تشوفوا الشخص أو الشخص هذا مسكين اختيار خاطئ من الـ podium اللي بيحكي منه وشوفوا الألوان كيف صارت على فياب هذا من الأول الاختيار يكون سليم لأن الناس ما بتنسى المحاضرة وتنسى المؤتمر وتنسى ويصير بالتركيز متاحهم على الصورة هذه البيان اللي بيتكلم الشخص هذا في المؤتمر الصحفي لازم يبدأ ببيان من الأول قبل الأسئلة لازم يقول يسأل نفسه ماذا يريد ونقول شنو يقول يعني لازم يكون معلومة مهمة هي يكون وما يجب يطور في البيان لذا قدم معلومة جديدة وما يجب يطور في البيان خاصة أن الكلمات والبيانات اللي بيحكي عنها المعلومات الثانية بتكون موجودة في الميل ولذلك يركز على ساس يكون المؤتمر الصحفي على قول بالإنجليس short and sweet يكون قصير ونجح لذا عدم الإطالة في البيان في الكلمة الأسئلة العالمية تكون بعد قراءة البيان ما تكون لشي أنت تسأل وبعض كلهم بعطيكم بيان وهذا يكون مع العلم أن الأجوبة دايما تكون قصيرة حتى يتحصل جميع على فرصتهم ما يصير شو واحد مثلا يصير ساعات تروح مكان وصحفي يستحوذ على المكان ويحب يسيطر سؤال ويتابع سؤال وعندي سؤال اللي بيتكلم هذا مثال الصورة اللي قدام في النيتو في بلجيكا الشأل اللي بيتكلم هو الأمين عام مجلس النيتو ما يختار الموذيع بتاتي المسئل الصحفي عنده السئل بنت هذين تشوفون على مينو اللي هي مسئولة سكرتيرا هي اللي تختار تعرف هم أغلب الموجودين هناك اللي لأنهم عندهم اعتماد في بلجيكا في النيتو ولذلك تعرف مين وتسأله وليرفع يد وتكلم هو ما يدخل في الموضوع لكن في ناس غير هنا يتلاحظوا ترامب هو اللي يختار الصحفي اللي يسمى عندما نقول الفكرة الأولى أصح أو الفكرة الثانية أصح الشخص المسئول أنت من الأول تقرر أي أسلوب أنت بتختار الأول أو الأسلوب الثاني تختار من الأول ومثل ما تختار المايكروفون هذا الشخص يقوم ويروح المايكروفون معين موجود ويسأل منه أو يمسك المايكروفون فيه مساعدين يقدموا المايكروفون ويسأل السؤال من المايكروفون هو جالس في المكان في الكلام وهذه شفنا أنه تكون مستعد حين لازم يكون عندك الحركة اللي هي لغة الشسد وهذه تعطي انطباع مهم جدا 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 في المقابلات الشخصية إذن مثال ندوك التلفزيون بتفويل لقاء وهذه أو بتفويل انترفيو يعني لازم تعرف أهمية حركة اللغة الشسد المظهر وطريقة الجلوس وصلوب الكلام هذه من الأربعة أشياء المهمة في التواصل من غير كلام هذا التواصل للصورة أول الشيء لما واحد يكلمك ويسألك سؤال المذيع لا يحتاج رأسك تحركة إماء لأنك تعبر أنك موافق إذا أنت موافق إذا موافق إذا محايد حتى فين جاء إذا إماء بالرأس غلط من أكبر الغلاط اللي عندنا خاصة نحن العرب لما نتكلم دائما نأشر وكل مثل جماعة البحر بيض بالحركات الابتسامة بطبع دائما هي أحسن شيء لأنها لغض القلب للقلب لأن ولا واحد يحب يطالع يجي شغل التلفزيون ويطالع ويشوف واحد وجه عبس ما يرتاح ما يربي لذلك يجب ابتسامة كل موجودة حتى إذا يلزم ساعات المراحل الخفيف مسموح لك خفيف في بعض رحيات ولا تسوي بالعكس حركات التي تنم عن القلق ولا الجمود في الجلسة تصبح روبو روبو كوب على قولتهم وهذه من أكره الأشياء التي تصبح عندما يذهب يسوي انترمي المقابلة التلفزيونية بالطبع هي أصعب المقابلات لأنها صوت وصورة لذا صوت بس ما يشوف لابس ولا مسوي ولا هذي خلاص بينما تتكلم المقابلات لأنك تتكلم من الصحفي على راحتك وتشرب كافي وتتكلم وتتكلم وتأخذ برايك على راحتك بس هذه التلفزيون خاصة المباشرة بدون رحمة كاميرا لا ترهم إذا لازم تصل قبل وقت بكمية مدة كافية على اساس تتأقلم وتتعرف عن الموذيع يعني فيه فرق بين الموذيعين حين إذا لم يقولون بتسوي مثال إنترفيو هل مثال لو سألك سامي هجرس أو سوسن أو علي ترى فيه فرق بين هذا وهذا في بعضهم يرتاح أكثر الأسلوب سامي هجرس مثلا في بعضهم يقول لا ما بي سامي كل واحد وكيف يتصرف زين اللي يهم في التلفزيون الشكل في البداية أكثر من هذا اللي يعطي الانطباع لول لذلك لازم اختيار الهندام من الملابس ما يلبس ما يلبس متناسقة المظهر يكون مريح أكثر شيء ممكن وبطبع المجلس مرتاح الكرسي ينحنين شوية القدام على اساس يتبين متحمس ما يصير مثل ما قلنا متجمد مثل روبوت التواصل ودي عن طريق الوجه ولغة الجسد مطلوب من أي واحد فينا الشخص اللي يسول الانترفيو لازم ينتبه للمحاور وميركز على الكاميرا ما يقعدش طالع على الكاميرا وهذه طالع الشخص اللي يسول معاه في الانترفيو لازم يكون فيه تواصل بصري مع الاعلام ومن المرة أخرى تكون ودود وبتسمع عندما يكون مناسب تجنب الجلوس على كرسي واضعا ساقا على الأخرى عارفينه حافظ على قدميك على الأرض ما تحرك شرع قدمين تحت يعني يبين عدم الثقة ومو مرتاح يعني بالطبع الملابس اللي فيها التعريق وهذه التعريق هذه تكون غلط نظرات شمسية بالطبع لا تقص شعرك وهذه تحلق قبل المقابلة بالنسبة للرجال هذه بالطبع من الأشياء اللي ما تكون محب ذبتاتا في المقابلة الشخصية أشياء قاعد الذهبية متاعك أنه لا للمفاجآت توقع الأسلة الصعبة واستعد لها قبل المقابلة توقعها لا ما بيسيلوني لا باخذ الأسلة قبل ويبكن هو يسألك يوم في اللحظة هذه يحب يسألك شب تسوي لذا كاز تكون مستعد ومذكركم المرأة العزيز كانت مستعدة بالكامل ونجحت لأن كانت مستعدة في إعلامين مشاغبين ترى مو كلهم طيبين خاصة نيذ التعامل مع إعلامي برع وانتم ملاحظتم يعني مثال مرة أخرى نرجع الجزيرة أو نرجع بي بي سي أو نرجع لأسل امتاحهم انت تشوفها مشاغبة مشاكسة بس هذه طبيعة عملهم مثل ما شوفنا في البداية قيم بتاعه تختلف على قيم تعكد وبما أنها 50-50 لازم تسوي compromise بالنسبة لا تأتي رأي الشخصة إذا تتمثل الوزارة أو الإدارة أو لجنة معينة لا تقدم رأي شخصية بتاتا لا تجاوب في نفس اللحظة دايما شوي على أساس ما تترددش في الكلام ما فيش تأتها ما فيش تردد في الكلام المقابلة وليست محاضرة يعني سؤال جواب ولذلك أنت تحترم الوقت الوقت يمر بسرعة لما تكون فيه مقابلة لذلك لا تجاوب الأجهب الطويلة وليه فيها الحش وليه كنا نحكي عنه ولي هو اللي يسوي الحق من سمات الإعلاميين أو بعض الناس اللي بفعلا يطور في الحديث طريقة التقديم المعلوم أنا الحين حضرت لكم مثال السيارة هذه سيارة رقمها مميز ماذا ما تلاحظون الموجود في البحرين وكل طرف رقمين بس أنا كل سهولة لما واحد يسألني كم رقم سيارتك ممكن نقدمه بطريقة لن خليك أنت تتحمس تجاوب معايا 1, 2, 3 1, 2, 3 بس ممكن إذا أنا ما نعرف نتكلم نخرب رقم سيارتي 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 في فرق لما نكلم نقولك 1, 2, 3 وعلى 1, 2, 3 وبين نقولك مثال 2, 3 هذا رقم سيارتي ترى مهم جدا كيف تقدم وهذا تلاحظه مثال لو ناخذ القرآن ومدرى كما القرآن شوفوا نفس المعلومات ساعات بس يقدمها كل مرة طريقة أخرى لماذا؟ لأن آيات القرآن إعجاز هذه معجزة نفس الشيء في القصائد ممكن نصعد لماذا؟ أنا هناك قصيدة على بنت الروح ونقول أوكي أنا نحبك أو نحبك بس ونتهين لا القصيدة يصبح أسلوب غير نفس الشيء ينتبق على الأغاني أن نقدر لماذا يغني نفس الشيء يقدر كلام يقوله لا بس لما يغني موسيقى لحن يكون غير نفس الشيء لما تتكلم في معتمر صحفي أو في مقابلة شخصية وكل لما تقدم المعلومة من طريقة جاذبة الناس تتفاعل معاك المذيع تتفاعل معاك لذلك مهم جدا أنك تعرف كيف تقدم المعلومة هي نفس المعلومة مثل ما شفته رقم سيارة 1-2-3 فسألا ممكن نقدمها بترقم اختلف من الأحسن نختار الطريقة التي تكون أكثر وحدة مناسبة بالطبع استعد أنه هذه أنه جميع الأسئلة متاحة خلال مؤتمر مقابلة وهذه كلمة غير قابل النشر هذه اللي احنا نستعملها كثير لسؤل حظ وبعض يستعملونها اللي يقول له off record انسى لأنه off record هذه ملزمة ثقافيا لكن ليست قانونيا ما فيش قانون يقول إذا قتلك off the record وانت نزلتها بقضيك لا ما فيه بس ثقافيا احنا مثال عرب ننتزم فيها صفة عامة إذا يكلمك مسؤول يقولك لا تقولها بصفة عامة ننتزم فيها لا عند الغرب مستحيل لأنه إذا حصل سكوب يحصل شيء اللي هو بيميزه يحصل شيء بيرفع من الشأنه ويرفع من راتبه ومن مكانته الاجتماعية ما بيفلته ولذا be careful يعني للأمانة الثقة والأمانة اللي موجودة في البحرين في الناحية هذه شيء مميز لكن أنا منحب الشخص مثال البحريني يطلع بره ويتعامل مع الغرب ويتطبق المعايير أو القيم اللي موجودة في البحرين مع الناس اللي بره ترى عقلية غير قيم غير وثقافة غير يعني نذكر المثال جالس في غبقة مع كموزير جاسين ونسالف وكله مواضيع يعني مواضيع بس كلنا عارفين لأنه ما حد يتكلم خارج الإطار اللي احنا جابسين فيه بينما إذا يجي مع واحد غربي ويحكي خلاص تتورط ولذلك هني نرجع مفهوم القيم والفرق بينه وبين الغرب هذه off the record مموجودة ننتبه لها هذا مثال موذيع أمريكي اللي انتم شايفينه سألوه مرة سألوا انترفيوه مع رئيس دولة 60 Minutes هذا من أشهر برنامج CBS News ومشهور برنامج عالميا وكل القيادين في العالم وكل الحكام الكبار لازم يمرون على 60 Minutes هذا سألوه مع رئيس عربي وانتقد بصفة مباشرة سألوه بعده ويسألونه قالوا له انت قبلت مع الرئيس العربي هذا وسألت السؤال هذا كان بكل سهولة يلغي المقابلة حسن ملاي في المقابلة يلغي يقول cancel ما كان جوابه الشخص هذا سكوت قال لي قال اذا في سؤال بسألو نيابة عن العالم يعني يشوف القيام حق نفسه يمثل العالم في السؤال هذا انا بسألو وسوف اطرحه ولا يهمني في ردة فعله يعني احنا لما نكلم شخص نحترم ومهما كان هو رئيس دولة كثر الخيرك اللي انت جالس معايا وكل هذا من باب القيام بس هو لا بالنسبة لي هو لا وفعلا وهذا الموجود نوعية الاسئلة الشخص اللي بنقابله من نوع اللي يحب يشكسني ولا لا ننتبه للنقطة هذه ولذلك المهتحدث لما يتكلم بيكون دايما يبقي عن نفس الموضوع ميتبعش المراسعات المراسل يحاول يسحبك أو يسحب الشخص المواضيع أخرى لذلك لا انت لا تمشي دايما ارجع عن الموضوع دايما قلوا بنعود للنقطة الرئيسية وقولها عادي يعني ما فيها شيء وبالطبع الإجابة لازم تكون فيها إجاز ما تكون رسالة طويلة مثل ما حكينا لذلك الشخص تكون ترخيص بصفة عامة لازم يكون ثقة بالنفس لازم يكون مثل ساعة نشوف في بعض المحطات لم يقدمون لأخبار خبر مفرح مثل خبر محسن خبر عن كارثة إنسانية مثل خبر عن اختراع دايما نفس النغمة نفس التون وهذه إشكالية عوذة بالنسبة للإعالميين وبالطبع بالنسبة لللي يتكلم دايما قل فقط ما تريد أن تقول ما يحتاج حتى لو غيروا لك سؤال بترفع للطريقة وهذا اللي يصير وتشوفون خاصة في المحطات الكبرى اللي نشوفها بعربي نفس السؤال بطرق أخرى عساس ينشحون من مشكلة أن البعض يطيح في الفخ لذلك انتبه دايما بس الأشياء اللي تتبعون غير هذه لديش في مواضيع آخر وإذا ما تعرفش الجواب قول لا أعرف والمقبل والإعلامي يصدق ويفرح أنه كنت صدوق في جواب ولذلك إذا الشخص ما يعرفش الجواب يقول سوري ما نعرش بيعطيك المعلومات بعد ببعثهم لك ومكتب يتواصل معك بيعطيك المعلومات هذا بالنسبة لها حين آخر موضوع عادر لكم بعض منكم جاء ويحب يأكل ويرتاح هذه آخر محور من السبع محاور تخطيط كارفة انفجار لبنان وتخطيط كارفة فايضانة السودان الفكرة جاتني هذه لما كنت نحكي مع زميل سوداني عن فايضانة سودان عن الوضع وبعض قلت مدام أنا عندي هذه الفرصة أنا أتكلم معاكم ونتبادل أفكار وكل خل نحكي عنها وتكلمت مع زملاء سودانيين أخرين عساس نتأكد بالضبط وبطبع عندي أصحاب لبنانيين بعد حكيت معها في الموضع صفة عامة المآخبة هو النقطة الأولى أنه في بر الناس من البر اللي ليس سودانيين للأمانة قالوا لي لا ما فيش تناقض لأن هي أصلا عنصرية هذا مبيض هذا مسود أو صمرة هذه سودانيين أي والثاني بالطبع أنه يقول لا فيه نوع منطائفية لأنه فيه هذا مسيحيين هذا ما فيش مسيحيين وانتم معارفين القصة بالطبع مثل عادة سمعت وخلص مش سمعنا وطعنا سمعنا ونسعنا أوك زيل أول شي في الإطار السياسي للموضوع الوضع الجيو سرتيجي لبنان ماضيا في السابق وحاضرا هي في قلب الصراعات ورهانات الدولية سودان خلص حين صار فيه أنه سنوات طويلة سنوات طويلة وطويلة جدا هي مالة الإنغة نفسها بعيد عن الانفتاح مع دول العالم السودان بعد فيها تصالح سياسي ما عندهم شكاليات كبرة موجودة بس ما فيه الصراعات الحزبية اللي موجودة في لبنان هذا في الإطار السياسي وأنا ما بنركز على الإطار السياسي بس هذي للعلم بس وإطار الحدث بعد ما بنركز بنركز عن جانب الإعلامي اللي يهمنا في الجلسة مرة إطار الحدث أن في السودان أمر عادي ساعات أقوى من قبل مثل اللي صارت شاخ الطاف ويكون عادي ودايما متوقع الناس متوقع أن تصير في في فايضان بس معرفين أي درجة الكمية العبطار اللي بتنزل قوية شوية وهذه تنشي يعني مرة هذه 16 ولاية من 18 بينما في لبنان انفجار الحجم هذا كان مصاب جلل يعني حدث قوي جدا إعلاميا نبدأ بالأولى أن وسائل الإعلام السودانية كانت غايبة عن المشهد يعني غايبة مش موجودة لكن غايبة بمعنى أن كان حضورها ضعيف وخاصة في البداية ضعيف يعني كانش بمراسلين ما عنداش مراسلين وداتهم أرسلتهم مواقع الحدث في شوية عمقوش ما فيش يعني الأمانة بس كان قليل ولذلك ما فيش معظم الفضائيات اللي في السودان استمرت في عرض برامجها مسلسلات هدرامية كان شيء لم يحدث أوكي معظم فيه بس الأغلب ولذلك فيش شوي بالموضوع وحتى لما اهتمت مراكزتش مثل ما بتلاحظوا حين نربط وهذا ليش موضوع الأنسنة الإنسان وبنشوفه في فيضل السودان حتى في الصور نادرا ما هو موجود أوكي هذه الردود فيه كان نوع من البرود السياسي يعني راحوا وزاروهم حكا معهم شوي بس وخلاص غياب كان تقريبا شبه تام للمكونة السياسية ومثل عادة اللي الشعب ينتظرون في الناس معينين والناس معينين هذين ينتظرون في ناس وكل واحد ينتظر في الثانية عسى هو يتحرك وفي الأخير ما صارتش الحركة المطلوبة والفياضانات التي صارت في السودان من ناحية أعلامية لم لديش بعد أعلام لم لو مثال الفياضانات هذه كانت مرتبطة مباشرة بسد النهضة أو تكون عندها تأثير على السد العالي يعني قبل يبعد كانوا يهتمون فيها وتصير قصص درامية وفي من يشعل الموقف بين السودان وثيوبيا بين السودان ومصر بين مصر وثيوبيا ويستغلون كل واحد لكن هذه لم يكن لديها أي بعد سياسي ولم يكن لديها بعد دولي ولذلك لم يكن يهتم بالموضوع من القنوات الكبرى وهذه إلا الأشياء البسيطة وكل إخوان إخوان بس في الأخير يعلمون نفس الاهتمام في 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 السودان لم يكن في اكشن ما كان في إثارة الإنسان عندما يطلع التلفزيون ويطلع هلالشياء دائما يوجد ترابط عاطفي المؤثر البصري Visual effects هذه في السودان موجودة حتى اللي يصوروا بصفحان يصوروا صور فيديو أو فوتوغرافية ونزلوا الصور في إخراج في كانت على حدث تقليدي برغم الضحايا اللي يرحم هم أكثر مئة شخص وكل لكن كل شيء كان تقليدي ما في 2020 هذا خطأ لا يغفر نمشي نقارن بلومنان حاليا أول حاجة ركز عليها الإعلام هي دائما لمصائب الناس العاديين يعني شكلا يبين العاديين ولذلك يعني لما أقول العاديين مو الأغنياء يعني ناس بسيط الحال ولذلك صار الشكل هذا مثل ما تشوف هذه وكلكم نتصور شفتوا هذه الفيديوهات هذا وغير 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 كان فيه تركيز على هالموضوع بعدين تصوير نفسه بالدرون وتصوير من عند ناس وخذوا الفيديوهات وخذوا صور وركبوها يعني صار التصوير مثل الصورة هذه تشوف من عدة زوايا يعني point of view مختلفة كان تشوف هذه كان تطال على أفلام فيها close up فيها medium shot فيها moving camera تتحرك فيها point of view POV كان تطالع في فيلم Fast and Furious من عدة زوايا هذا بطبع يخلي المهناس تهتم الشخص اللي أنتج الفيلم يهتم والشخص اللي طالع الفيلم يهتم ويتابع يعني فيه عنصر جذاب جدا وهذا مهم جدا يعني اللي يصبح كانت معساة لكن إعلاميا عارفوا كيف يتصرف بالطبع في الأعمال الفنية من لوحات زيتية وصمات توضحية ودجيتول بيكتشر والصور الدجيتالية والكل كانت متواصلة وتشارك على التواصل الاجتماعي وتوزعت وصارت بعض الملصقات إعلامية وظهرت في الشوارع الشاشات في كل مكان وانتم ما تشوفوا يعني هذا من الصور العائلة اللي تحت صور العائلة أمريكية مرة واحدة يا بيروت وشوفوا يعني والكل هذا اشتغلوا على الموضوع السودان نفس الشي كان عدا إشكالية أنه كل شيء شفناها من شوي ما عندهم مش رواج كبير في السودان لأنه بيئة الاتصالات وشبكات تكنولوجيا وانترنت مو متطورة مثل ما هي متطورة في 44 مليون شخص عندهم يعني 1.3% أو مليون 300 ألف يستخدمون وسائل التواصل قوية مثل الآخرين يعني مو الإنترنت مو متوزعة كثير في البلد وحتى لو متوزعة يعني الناس مو مهتمة بها مثل ما هو مهتم في لبنان مثلا حين اللي صار مع السودان في صار تعاطف لكن يعني يشوفوا مثال شوفوا الصورة الفئر يفوق من قلبي سلاح الخرطوم بطبعا تم عارفين هذه بغضين استخدموه في لبنان الأول هو وخذوا السودانيين وحطوا نفس الشيء أغنية لفيروز كلمات وخذوا الوسم هذا كلمات من أغنية لفيروز وصار من قلبي سلام لبيروت صار من قلبي سلام للخرطوم لكن مع الفرق في الخرطوم شوفوا الصورة اللي نزلت وشوفوا الصورتين اللي تحت في لبنان وهن نرجع لموضوعنا اللي كنا حكنا عنه غياب الأنسان الإنسان في الصور السودانية موجود لكن نادرا كان نادرا في السوشال ميديا بينما في لبنان هو المركزين عليه يعني المأساة هنا مأساة وهنا مأساة بالطبع لكن ما كانش فيه التركيز اللي كان موجود يعني اللي وجود في لبنان يعني السودانيين كان فيه تغريدات فيه للدعاء وبالفرج اللي يفرج عليه همور رحمة السودانيين وفيه تداول بعض الصور وفيديوات بتبين الظرر اللي يصال في الخرطوم لكن بس في لبنان المشاهير دخلوا على الخط الشخصيات العامة دخلت على خط الأزمة والسودانيين هم طالعوا من بعيد فتعاطفوا معهم بعض الفنانين موجود يعني لأمانا شيء ما سبت من هنا أحنام شيريل محمد عساف وكل بس كله كلمات بينما لبنان لليوم لكم يوم من يومين أنه كان نصير فيه ماراثون عالمي في كل مكان عدة دول ثابت فيه على أساس لبنان وهذا الفرق اللي موجود إعلاميا يعني يعني عحين مو بس الإعلام التقليدي حد الإعلام الديجيتول ميديا والسوشيال ميديا الإعلام الاجتماعي والكل كان عنده دور كبير على أساس هذه خذت بوعد ومازال متواصل والثانية ما أخذتش البوعد اللي كنا بتوقعينه بيصير لعدة أسباب مثل ما شاء عموما كإعلام نحن عبد الرحمن الراشد اللي كان ما زاله في شرق الأوسط بس كان رئيس تحرير شرق الأوسط وكان معاه العربية بالطبع ولخص تقريبا شعور الإعلامي هو أنه شخص يجلس على مفاعل نووي وهذا بالطبع النووي يمكن أن ينتج كهرباء ويضي مدينة كاملة أو يمكن ينفجر ويتسبب في دمار مدينة أو حتى دولة كاملة ولذلك اللي قرر هو الشخص اللي قرر اللي يجالس هو اللي قرر أي اتجاه يختار يختار يحب الكهرباء ويضي مدينة أو يحب يتسبب في دمار وموجودين الاثنين موجودين في كل مكان في الحرب شكرا جزيلا لكثار خيركم إن شاء الله ما أعطلتش عليكم حاولت نكون في الساعتين بالضبط اللي أعطاوني إياهم خلتأكد there are questions or anything أوكي كثار خيركم كام عبدالله الشيخ صحيح المذيع غير منصف وقلت وزيد نكرر أن المذيع أنت تحتاط منه برغم أن يكون صديقك أنا اليوم عندي علاقة قوية جدا مثلا مع السوسن مع سامي مع الكل لو يقولوا لي تعال بي نسوي معك انترفيو برغم من علاقات وعلاقات قديمة جدا قديمة جدا لذلك لما يقولوا لي أي شيء قلهم لحظة خلنا نجهز نفسي ليش لأني عارف أنه في وقت من اللوقات هو دوره دوره كأعلامي متميز ومعروف على مستوى البحرين لازم يسلم عنيك بطريقة خاصة لذلك لازم تكون مستعد مهما كان حتى لو يكون صديق صديق بس هو عنده شغله يعني عبارة عن ترعى في مباراة كرة خدم يعني ما تقولش لا والله أنا من الحد ونحب وعدي صديقي في محرق ما خلنا ولذلك يعني خليه يفوز لأنه صديقي ما فيش عقلية هات العقلية أنا نازل مباراة أنا نازل عساس يفوز لأيش لأنه فيه ناس عطين فيه ثقة من المدرب الأهلي للفريق نفسه عطين فيه ثقة ولذلك لازم لنكون مستوثقة هذه ليس لأنه هذا صديقي لا أعطيه المباراة وسلم فيه نفس الشيء المذيع شغله على أساسه ويبقى متميز أنه لازم يسأل أسأل ومن حقه أنا الأمانة مرة وزير نحكي معاه قلت له شفت لقاءك وكل كان عنده لقاء قلت له أنا للأمانة ما كنتش مرتاح جدا أنا عارف أنه أنت حسن يعني تقدر جاوب طريقة أحسن من هذه نحكيه كوزير يعني كصديق نغلل نحكي معاه وهو كاثر خير ويطلب بعد مشهور تساعات يقول لي الأسألة ما كانتش قوية ونعذره لأن الأسألة ساعات لازم تكون نسأل السؤال طريقة ذكية جدا ليش على أساس منكوشن عادي بس في نفس الوقت مش أنا بش نمشي ونصفق له وهذه النقطة ون تصير ونحن نهتم وهنا هنا ونحتاج ندرب أنفسنا ونعلم أنفسنا يعني حين في تلفزيون بحرين في الأخبار صار فيه نجاح أكبر ليش لأنه فيه ناس اللي فعلا اشتغلوا على الموضوع وطوروا من أنفسهم بعضهم طور بأنه اشتغلوا مع فريق اللي يطور فيهم وفيه بعضهم مني بره يروح هو يشوف أماكن أخرى ويتعلم ويستفيد منهم ولذلك هذا شيء مهم جدا أنه نحن دائما نطور وانا قلت لكم عندي أقصد أربعين سنة في الإعلام والحمد لله رب العالمين يعني البداية كانت إنترفيو مع ياسر عرفات لذلك بعد صبر وشتيلة يعني سنة 82 يعني نحكي لليوم نحب نتعلم لأنه هناك أفكار جديدة هناك أراء جديدة هناك توجهات جديدة ولذلك نحن لازم نمشي فيها لازم نطور نفسنا ترى في الجامعات عندهم شعارهم معروف publish or perish يتنشر يتموت ولذلك في الجامعات حصلهم كل دكتور يحب يتطور نفسه يحب يرتقي لازم ينشر كتب ينشر مقالات ينشر شيء لازم يقول خلاص أنا وصلت صر الدكتور ما بسوي شيء لا مفيش فائدة هذا ما يصير ولذلك هذا الشعار الجامعة لازم تبقه في الإعلام يتطور نفسك يراوت يعني فيه مضعين أو المجاو ولكل كان مخايفين وهذه تطوروا من أنفسهم لأنه يعرف أنت يعني مثلت أنه حياة ولازم تكون ناجح في حياتك ما تكونش بس موظف مثل ما قلت احنا المسكة الكبرى اللي موجودة في الإعلام حاليا أنه الناس تفكر بعقلية موظف أنا عندي راتب ليش أتعب نفسي هني وان أنا نشكلي مشكورين على التعليق دعونا نشوف كفر خيركم بيع غير منصف شكرا جزيلا وانشاره في مناسبات أخرى اللي فيكم بعد عنده أي استفسار أي شيء ترى موجود ما عنديش أي إشكالية لأنكم تتواصلون معاي بالنسبة تتواصلون معاي ما عنديش أي إشكالية في أي موضوع تبقونه والله يوفقهم وان شاء الله دايما نكون نحن كأعلميين دايما فخورين بشغلنا وبنتيجنا ومع السلام